اهلا بكم معاكم اشتركوا في القناة من ايفازكس انجينير النهاردة هنحل مع بعض الاسئلة اللي كانت فيه الامتحان بتاع الدور التاني 2023 تعال نشوف كده مع بعض اول سؤال في الامتحان كان بيقول لنا ايه بيقول لي الفيجر اللي قدامك ديت عبارة عن وير والواير دوة تكاري كارن بيقول لي which of the following choices represent correctly علاقة البي والبز يعني البي عند نقطة y و البي عند نقطة z المagnetic a flux density due to the current in the wire at point y and z that lie in the same vertical plane with the wire طيب بيقول لي هنا ان مديني اختيار بقى ان البي زد equal by ولا سيكون هنا في البي قوي من البي او هيبقى اكبر من واصغر من ده لده السي وهذا أحد مما بتحديد ساعات هذه البرپندجيرビر ديستانس فإن jullie البرپندجيلر ديستانس بين LW و النقطة unaφο Creator السابقة بالضيطيق يبقى واضح جدا ان ديزه أكبر ممن؟оловSiVI يبقى بما ان الدي واتنسي قصف معنى ان البي عند point Z تكون كل مزيد من رميان spirit بالنسبة لديريكشن يبقى كده احنا عرفنا ان البي زد هتبقى اقل من ايه من نقطة ابي طيب فواضح كده ان هي الاختيار ايه رقم دي ولكن هي بيقول لي انزا سيم ديريكشن برضو اتعلم اتأكد افري كان في الاختيارين واحدة سيم ديريكشن واحدة افزا ديريكشن ما هو الواير ادي الواير هنا ده الكرنت ماشي الفوق يبقى كل اللي على يمين الواير هنا ده كده هيبقى ايه الثامب مع الواير لفوق الكرنت لفوق كل الاربع سوابعت لايوم بيخبطوا كده على البيج او على الصفحة من ناحية اليمين فكل اللي هنا ده يبقى انتوزا بيج بيلف ناحية التانية يطلع من هنا ايه او توزا بيج معنى كده ان البي عند الزد والبي عند الواي الفلاكس ده نسي هنا وهنا ماله هيبقى الاثنين في نفس ال ايه الاتجاه يبقى الاختيار طبعا المزبوب بتاعي هو الاختيار دي هنا يقول لي each of the following figure represent two concentric metallic ring in the same plane carrying electric current in which one of them the resultant magnetic flux يعني معنى كده ان هو بيدور خد بالك بيدور على ايه بيدور على البي توتل الكبيرة هو عايز البي توتل عند النقطة اللي في النص هنا دي مين اكبر رسمة من دول عندها البي توتل ايه اكبر طيب ركز كده معي هو البي اصلا بتاعة الكويل ما هالبي توتل هتبقى عبارة عن ايه بي الكويل الاولاني وي الكويل التاني او الرنج ده والرنج ده صح كده طيب هو اصلا كان البي بتاع الكويل كده او السيركلر كويل كان عبارة عن ايه كان القانون بتاعه ميو اي ان على تو ار حلو كده طيب تعالى كده نركز بقى مع بعض لو في طالب كده يعني ايه بيلقط الموضوع بسرعة هقول الطريقة اللي يعني ايه اللي فاهم كده هيلقطها بسرعة تمام ازاي انت دلوقتي لما تفكر كده في السؤال مانتال بي توتل هو مجموع ركز كده مجموع الماجناتك فيلد اللي خارج من السيركل او الرنج اللي جوه والرنج اللي بره سواء لاما مجموحهم هيبقل اتنين بلاس او واحد ماينس الايه التاني طبعا لما يبقل اتنين بلاس هيديك ايه اكبر لو القيم كلها كبير بس تعالى كده نبص هنا في القانون المو دي ما لها دي كنستن طيب بما ان كلهم قول رنج يعنى ده رنج وده رنج اللي جوه والبرا يبقى برده الرقم ده هيبقى كونستن في كلهee بما ان اللي جوه كله r واللي بره الريديس بتاعه 2r يبقى الرقم ده او الرقم ده او ال2r دي اه كونستن برده وطبعا رقم اتنين ده كونستن معنى كده ان البي بتاع الكويل التوتل ده هيبقى ديت م aman مع من مع الآي طب امتى الاي بأكبر ما انت بتقولي ان البي توتل هتساوي البي كويل الاولاني بلاس البي كويل التاني او طبعا ممكن تبقى مينس لو الاتنين عكس بعض بس احنا بندور على مين احنا بندور على البي توتل الكبيرة يبقى انا عايز اجمعهم يبقى لو انا لقيت في الرسمة من الاتنين الكارنت الاتنين مع بعض وهيجمعه ويديني اكبر اي يبقى معنى كده ايه لان انا هنا ايه ما عنديش غير الاي هي الـ variable معنى كده ان البي اللي في النقطة اللي في النصها تبقى اكبر واحدة طيب لو بصت كده هنا اول واحدة ادي الاي واتجاه نحية الشمال او يعني anti clock wise وهنا دي 2i clock wise طبما دول هيتعملوا مينس بعض يبقى كانت مدياني اي واحدة هنا دي عبارة عن 2i anti clock wise وهنا اي clock wise اي بقى هنا دي هتديني ايه 3i لكن هنا دي هتبقى مدياني اي واحدة لما عملهم مينس بعض طب هنا دي هتديني 2i لان الاثنين في نفس الاتجاه بس اي واي هنا 2i minus i لان واحدة clock wise واحدة ايه anti clock wise يبقى لما تعملهم مينس هتديني ايه ايه مين اكبر واحدة في الرسمات دي هتعندها اكبر قرن اه دي الرسمة اللي في النصها ايه يبقى الرسمة اللي هي سوري اللي هي ايه بي مش دي تمام اللي هي تاني ايه رسمة طيب ممكن طالب ما يعرفش يلقط الموضوع كده بسرعة يعني ما ما يفكرش فيها بالطريقة دي طب ممكن كده يا شوانس نمشي فيها واحدة واحدة تعالى 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 نسك رسمة رسمة وي نحسبها ادي نمبر ايه نمبر ايه هنا البي اللي عند نقطة ايه هنا يعني تعالى نسميه هنا في السنتر البي بتاعت الرسمة الاولين ستبقى عبارة عن ايه ستبقى عبارة عن بي واحد مينس بي اثنين ليه قلت ده ما ينزال ان ال two currents ايه عكس بعض صحي كده طيب الاولين يعبارة عن ايه هنا تقول ده ميو اي على two r مينس طب اللي جوه الرسمة اللي بره او السيركل اللي بره هتبقى ميو بس هنا الكارنت عبارة عن ايه two i over اثنين طيب زرية هنا كام two r طب التو طارت مع two فبقيت ميو اي على اثنين r minus ميو اي على اثنين r هنا ايه هنا ده هيديك zero انا بدور على اكبر ميجنتيك فيلد فين في النص طيب تعالي نشوف الرسمة التاني يبقى البي بتاعت الرسمة التاني هيبقى عبارة عن ايه خد بالك ال two current هنا في نفس الاتجاه يبقى انا هجمحهم يبقى بي واحد بي two الاولين عبارة عن ميو اي وي على اثنين ال radius cam r طيب هنا بلس ليه بلس لان ال two currents في نفس الاتجاه هنا تبقى عبارة عن ايه ادي ميو وي القرنت اللي برق two i على هنا كام ادي اثنين في ال radius قبالك ال radius cam two r طبعا ان هنا مفترض ان ال n دايما بواحد فعشان كامش بكتبها يعني هو القانون ميو اي n على two r فهنا في كله ايه ال n حطيتها بواحد لان هو قال لي ايه ان ده ميتاليك رنج يعني number of turns cam 1 طيب تعال من هنا كده يبقى equal طبعا ال اثنين دي تشيل مع دي فهنا دي كده تبقى انها one over two يعني half mu i على r وهنا هتبقى one over two half mu i على r فهتديك كام اثنين ميو اي على r يعني كأنك كده ايه واخد او يعني هنا تبقى بوسكة دي هتبقى mu i على two r وهنا mu i على two r يعني برطانا برطانا يبقى كام اثنين برطانا يبقى اثنين ميو اي على two r تمام طيب تعال نشوف كده number c يعني خلينا نثبت ان احنا ناخد الميو اي على two r عشان نعرف نقارن كله مع بعض هنا هاي دي كده ميو اي على two r وهنا دي كده ميو اي على two r لان التول اللي تحت دي تشيلت مع الفوق طيب تعال نشوف البي بتاع الرسمة ايه التانية التالتة خب بالك دي كده zero ما تشهتنفع دي تعتبر لحد الوقت هي الاجبار طيب تعال نشوف الرسمة التالتة الرسمة التالتة تبقى عبارة عن ايه هنا two current في نفس الاتجاه two current في نفس الاتجاه هتبقى هاجمحهم طيب الاولانية عبارة عن ايه mu i طبعا الان بواحد على two r plus الثاني عبارة عن ايه ميو برضو ال current هنا بكام برضو باي على هنا اثنين بس ال radius هنا كام two r صح يبقى equal تعال كده ايه خد ميو اي على two r common factor يبقى هنا يبقى هنا واحد ويبقى هنا كام one over two اه يعني دي كده واحد ونص لأيه one point five mu i على two r طيب هنا ال d دي طبعا كده تعتبر صغير لان دي واحد ونص لكن دي اثنين دي لحد الوقت الاقبار تعال نشوف الرسمة ايه الاخيرة هتبقى عبارة عن ايه خد بالك two current هنا ما لهم عكس بعض يبقى هعمله minus هعمل ال two minus بعض صح كده طيب يعني هعمل ايه كبير minus صغير واضح طبعا ان اللي جوة دي هي الاكبر هتبقى هتبقى ميو في ال i بكام بتو i في ال n بواحد خلاص مش هكتبها على ال radius بكام باثنين ال radius اللي جوة كام r equal sorry minus اللي بره هتبقى ميو i على ال الاثنين في ال radius ال radius بكام بتو r طب تعال كده نحسبها خدلي كده ميو i على 2r عشان تبقى نفس المقارنة كده مع بعض ميو طبعا الاتنين دي طارت مع ديه تبقى ميو i على 2r اللي بيرى نشيل هذه مع ديه متى نعملها هتبقى او كده نشيل بس كده اادي ميو i على 2r يبقى إذا كان تبقى مين هي الاتنين هنا minus دي ادي ميو i على 2r يبقى هنا نص يبقى هنا تديك كام 1.5 ميو اي على 2R يبقى برضو دي ايه ستيل ايه صغير يبقى مين اكبر واحدة فيهم الاتنين فهنا كده الرسمة التانية فعلا هي اللي تبقى ايه مزبوطة ما تقدر تعملها بكده تقدر تفكر فيها كده هنا في الاخر اللي لقيت الموضوع على طول ان الكبار هيبقوا مع بعض لان كل الفاكتورز التانية ايكوال هذاkeysريت الذي relyدتي الغير ميجميةياتيك ابندي بيقول لي هنا في السؤال التالي جديد اذا كنت تماؤ على صفحاتي او تونييييي موضوع ي呼ب لي تؓاء 원og يبقى نقطة ذي الانية هذه النقطة فمعنى أن هذا هو المكان الذي نجمع فيه وده هنا مائنس وده هنا مائنس المائنس يكون الـ current I1 و I2 opposite in direction بما أن I1 upward يكون الـ I2 downward يكون مبدأين كده جبت الـ direction برضو افريد أنت عايز فكر فيها واحدة واحدة لا يوجد مشكلة current I1 هنا هيبقى into the page وهنا out of the page إذا افترض انت ستقوم بتقليه لفوق upward هنا هيبقى into the page وهنا على الشمال out of the page فمعنى كده أن الـ neutral point مفروض تبقى فيهن في النص لكن هذا ليس حاصل اللي حاصل فيهن الـ neutral point براه يبقى معنى كده أن الـ wire اتجاهه عكس الثاني لما يبقى current I2 downward يبقى هنا كده لو عملت بإيدك كده هتبقى هنا into the page وهنا out of the page صحيح كده؟ معنى كده أن current I1 كل اللي على شماله out of the page يعني ده كده بتاع current 2 لكن current 1 بص هنا كده اللي على شمال current 1 اه هنا out of the page فعلا يبقى نقطة Y دي هي ايه؟ neutral point لأن ادي واحد هنا طالع out of the page واثنين داخل هنا into the page يبقى ده كده ايه؟ مظبوط ده الجنب الايه المينس طيب بقى إلي أجيب مين؟ طبعا بما أن نقطة Y دي هي قال neutral point يبقى الـ B total عندها بكام بزيرو يبقى عند النقطة اللي اسمها Y اللي قال عليها الـ B total بكام بزيرو ده معنى أن B1 equal B2 magnetic field اللي خارج من wire 1 equal A wire 2 هليني أفكرك أن الـ B بتاعت الـ wire بتساوي ميو اي على 2 by D صحيح كده؟ طيب معنى كده طبعا انت تعال نعملها واحدة واحدة عشان الناس بتلغبط هنا ميو اي على 2 by D وهنا ميو اي على 2 by D طبعا دول بتاع الـ wire الأوليني دول بتاع الـ wire الثاني الكلام ده كله هيتير مع بعض افتكرت ده احنا هنا كنا بنقول الـ I1 على D1 بتساوي I2 على D2 تالي كده ايه الموضوع ايه اتحل تقولي اي هنا I1 اهي على المسافة بين I1 لغاية نقطة Y دي كام D2 دي وديب وكام تلاتة دي على طول equal الـ I2 دي اللي أنا بدور عليها أصلا طيب المسافة بين اللي هي الـ D2 بين نقطة Y والـ wire التاني اسمها D شيل الـ D مع الـ D تبقى انت الـ I2 هتساوي كام تقولي I1 over A3 واللي اتجاه بتاعها Downward يبقى الإجابة بتاعتي D هي دي الإجابة المظبوطة طيب يقولي Paradellar Coil carrying current is placed إلى magnetic field where its plane make Angle 60 with the direction of the magnetic field line طيب دية واحدة اضع المجنيتك فيلد وقالي ان الكويل انه الـ Coil اللي هو الـ Area نفسها يعني قالي ان هي عاملة أنجل كام؟ عاملة أنجل 60 مع المجنيتك فيلد بقولي إذا تنتظر محظوظي على الأسئلة من الطائرة محظوظي على حداتك إذا زيادر محظوظي على الأسئلة بالطائرة يريد أن تعرف البيب كم. حسناً، كنت تقول أن القانون أن التورك يساوي بيان ركز كده ساين سيتا، لكن هذه هي أحدة بما أنها هي أريا، كانت هنا في ساين سيتا، أقول ما هي النورمال تو أريا أو الأنجل دي بتوين النورمال تو أريا ومين والبيب. حسناً، سؤال، فين الأنجل الذي سأعمل بها؟ هل هو مدهني؟ لا، هذا ما أستعمل بها أدي النورمال الذي في الريد أو الأريا. tämä النورمال تو اريا، وأدي البيب. أين الزاوية الموضوع بينهم؟ التي تكونه تسعين أهو، يبقى كام تسيرتي، والآن سيتم عمل بكام تسيرتي، يبقى أدي التورك يقوم بكام تسيرتي، يساوي أدي البيب كام تسيرتي، يساوي الإن البيب كام تسيرتي. وهنا sine sine cam sine 30 طب ما هو الراجل قالك ان الماجنتيك دايبول مومنت والتورك ايكول يبقى هنا 1 ايكول البي فيه sine 30 يبقى البي بتاعته هتبقى equal cam 1 over sine 30 يعني البي ايكول 1 over half يبقى equal 2A تسلا يبقى كده الاجابة الصحة بتاعتي 2 تسلا يقول لي according to the data in the figures the potential difference measured by the voltmeter ده اللي هنا بيتقاسه equal cam يعني امثالي سهل قوي سؤال يعني ايه بسيط جدا انت لو عرس تجيب البي دي هتبقى عبارة عني هنا ماشي i اسمه cam 0.2 وهنا r و r يبقى البي اللي بيئي سهل ال voltmeter داي تقول لي ال ig اللي ماشي في rg plus ig اللي ماشي في npl rm او يعني معنى صح خد ال ig common يعني احنا بنكتبها كده صحة كده اجابة يعني ايه او سؤال ايه تعويض مباشر مفخوش اي حاجه 0.2 هنا دي بخمسين هنا دي بربعمية وخمسين يبقى ال voltage اللي بيئي سو كام 100 volt 100 volt عادي ان يجيلك اسئلة سهلة وما تحسش ان هو ايه ده لا ازاي يجيلي سؤال سهل كافي في المتحان لا عادي جدا عادي جدا ان يجيلك اسئلة سهلة في الا ايه الامتحان الفاني طيب بولي زابزي التابل represent different value of shunt resistance ديت ايه قيم للشانت resistance that are used one at time with the same galvanometer to form a direct current ammeter w x y z دول كده ايه كل واحد فيهم ايه ادي بتاع الامتحان مختلفة so what is the correct order of these ammeter according to their sensitivity اه تعال افكرك طبعا انت بيبقى عندك ال current داخل هنا وده كده ادي ال RG وهنا مين ده ال R shunt صح كده وادي الايه ال current اللي داخل ليه الامتحان صح كده لان الاتنين دول مع بعض مين ده كده الامتحان طيب خليني افكرك هو بيقول لك ايه what is the correct order of these ammeter according to مين بقى السنستيفتي وانا فاكر ان السنستيفتي بتساوي حتى ايه السيتا اوبر اي اي بتساوي السيتا اوبر اي يعني معنى كده ان كلما ال current يزيد كلما السنستيفتي تقل وكلما ال current يقل اللي داخل كلما السنستيفتي بتاع الامتحان نقدر نقول لانه ايه يزيد يعني هم معكس بعض يعني لو انت عايز السنستيفتي كبيرة يبقى بتدور على current اللي داخل يكون ايه قليل صح كده فمعنى كده ان السنستيفتي اعلاقتها بال ايه بال current اللي داخل ايه inverse اللي علاقة بينهم ايه inverse طيب ايه ايه علاقة current بال R total تقول لي اه ده ال current وال resistance ايه total ايه يبقى معنى كده ممكن اكمل كلامي اقول ان السنستيفتي ونفس الوقت هي ال I وال R لو ال I تحت تبقى ال R total فين فوق ما هو معكس بعض صح كده طيب ايه يعني لو السنستيفتي زادت ال current اللي داخل L يبقى انت بتدور على R total ايه كبير طيب ولو انا عايز ادور على ال R total الكبير ايه يبقى بدور على R شنط كبير ليه يبقى ال R total تزيد كل ما ال R shunt تزيد ليه بقى يا بشوان سمعيش ديها واحدة ما اخب بالك في التوصيل ال Paral كنا بنقول ايه كنا بنقول ان لما بتوصل resistance Paral اللي هي ال R shunt هنا اللي داخله تقل كل ما قول ان sensitivity بتاع L ammeter زاد يبقى انا لو رتبت ال R shunt لقدامي من الكبير للصغير مين اكبر واحدة هنا دي يبقى ال Y الاول وبعدين الاصغر منها شوية ال W و الاصغر منها شوية ال Z والاصغر منها شوية مين ال X يبقى كده دول مترتبين مين حسب ال A sensitivity يبقى ال R shunt اللي فيها S زي sensitivity يبقى ال R shunt كل ما ال R shunt تزيد كل ما السنستيفتي أي تزيد يبقى السنستيفتي بتاع Y اكبر من W اكبر من Z اكبر من A X لو بسكة الترتيب تجدين الاختيار الثالث هو C طيب بولي one of the military applications of laser is for destroying missiles اللي هي تدمير السواريخ يعني this is due to A يعني علشان بندمر السواريخ بالليزر تفتكر يبقى احنا 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 ندمر السواريخ باستخدام الليزر محتاج محتاج طاقة كبيرة جدا صح كده يحتاج طاقة energy قوية جدا فطبيعي هنا هتبقى الاجابة ايه اللي هي energy لان الليزر هيكون عنده ايه high energy صح طيب تعال نشوف طيب بقية الاختيارات ليه ما تنفعش يعني اول اختيار هنا بيقولك بنستخدم يعني الليزر الليزر علشان في التدمير السواريخ علشان هو ويف نتشر علشان الليزر عنده ويف نتشر طب ما هو الدوق العادي عند ويف نتشر طب ما انا ممكن استخدم light عادي جدا لكن هنا محتاج حاجة ايه زي الليزر عنده ايه high energy طبعا ما ينفعش الاختيار ده غلط تاني حاجة هنا بيقولك لانه هو ايه coherency of laser beam a photon طب ما الليزر اللي ممكن انت تستخدمه كبيرة هذا اللي احنا بنشاور به حتى او بتلعب به ده العادي ده ممكن الليزر ده ايه ما هو الليزر ده ايه coherent هل ده يخليني اضمر به صواريخ لا طبعا تمام طيب طالت واحدة اللي قلنا الاجابة الصح لان الليزر ايه بيم عنده ايه الطاقة بتاعته دي هي اللي بنضمر بيها السواريخ طيب رقم دي اللي ما تنفعش بيقولي علشان المونو كروماتيستي بتاع الليزر بيم انه هو مونو كروماتيك هل يعني هيفرق ان انت تدمره بوايف لنس معينة يعني لازم يكون الليزر رونه احمر اخضر ازرق ولا مش تفرق المهم ايه الانرش صح كده يبقى الاجابة المنطقية هنا ايه الاختيار التالت اللي هو ايه سي طيب بيقولي كلمة انتنسي دايما نفكر فيها ايه النامبر يعني طبعا بتعتمد على كده لان خليني افكرك كان عندك هنا دي اللي هي فولي رفلكتد ميرور يعني وهنا دي كانت السيمي ترانسبيرنت ميرور وهي كانت حتى ديت كنا بنقول هي 98% النسبة يعني بتعتها وهي هنا الرفلكتد ميرور ديت كانت 99.5% فلما كان بيكتر الليزر هنا نتيجة ان هو عمال يحصل له الرفلكشن كل الفوتونز العمالة رايحة جاية دي اول ما النامبر داي يزيد او الانتنسي تزيد يبتدي الفوتونز دي تخرج من اين من هنا ايه از ايه از الليزر صح كده فمعنى كده ان الاجابة نبرو ايه ديت المزبوطة تعالى نقرأ الباقي بردو بيقولك achieving the state of population inversion with definite ratio for the atom of the active medium كلام طبعا ملوش ايه علاقة بالموضوع the electric potential difference inside the laser tube ملوش بردو ايه علاقة the lifetime of the meta stable كلها طبعا ايه جمل ملاش ايه علاقة بان داي يكون السبب ان الليزر يخرج من السيمي ترانسبيرنت ايه ميرور بيقولي the amplification of number of photon produced by stimulated emission in helium neon laser is due to the collision of a مين بقى اللي كان اللي كان يزود اللي كان الامبليفكيشن نحن نقطر الفوتونز طبعا الفوتونز اللي كانت بتبقى جوه الريزونانس كافتي لما كانت ترجع تاني ويحصل لها رفليكشن يعني كده وتلاقي طبعا لو انت كان عندك هنا فيه إلكترون فيه النيون كان في الـ Excited وفيه فوتونز حصل لها رفليكشن رجع تاني بتبتدي قبل ما الـ Time أو Life Time هنا يخلص اللي بيحصل كان بيبتدي يعمل Stimulated Emission للإلكترونز بتاع النيون اللي لسه في الميتا ستيبل بيعمل لها Stimulated Emission ويبتدي يخرج معهم ويبقوا في نفس الفوتونز وتلاقيهم رجعوا مثلا اربعة مع بعض لان لو اتنين جايين هتلاقي يبقى اربعة والاربعة هم راجعين يوقعوا اربعة تاني وهكذا فالعدد يحصل له ايه Amplification فلو بصنا هنا كده ادي الاختيار اللي هو التاني اللي هو بيقول لك Reflected Photon in the Resonant Cavity with the Excited Neon Atom in the Meta Stable فعلا الـ Reflected Photon وهي رجعة بتبتدي تشوف الـ Excited Atoms بتاعة النيون لانه ده الـ Active Medium وهو في الميتا ستيبل يبتدي ايه يروح عمله Stimulated Emission ويبتدي يحصل عملية الـ Amplification طبعا هنا اول واحدة بيقول لك الـ Neon Atom in the Meta Stable Level with each other طبعا لا يعني هم هيعملوا Stimulated Emission للنفسهم لا ده ده الـ Photons اللي حصلها ايه Reflection الـ Excited Neon Atom in the Meta Stable Level with the Excited Helium Atom طبعا ده كلام مش مزبوط الـ Helium بس ايه بتطلع الـ Neon هنا بتروح رفعها لـ الـ Meta Stable او للـ Excited Level هنا الـ Excited Helium Atom with the Unexcited Neon Atom ده ده علشان يطلعهم هنا ويحصل ايه الـ Population Inversion طبعا الكلام ده غلط وده غلط وأول واحدة غلط الإجابة التانية هي اللي مزبوطة طبعا بيقولي An Electric Current of Intensity i Flow Through a Hot Wire Ammeter If the Current Through the Hot Wire Ammeter Increase to 2i يعني بيقولك ان ال Current كان i بقى كان 2i زادل ايه الضع طبعا هنا بيسألك عال Expansion of Irradium Platinum Wire اللي يحصل فيه ويه ال Generated Heat Energy in the Unit a Time طبعا ال Generated Heat هنا نتيجة ان ال Power الذي يحصل ال Power Consumed هنا اللي هيزيد ويطلع في سورة A ال Heat فال Power هنا لو تفتكر كنا بنقول بتساوي ايه سكوير في ار صح؟ معنى كده ان ال Power Direct مع مين مع اي سكوير؟ طبعا ال i دلوتي قالك زادت الضعف يعني بقيت 2 وطبعا ال Power 2 يصبح كام 4 ستزيد 4 مرات ستزيد 4 مرات ستزيد 4 مرات ويصبح ينجز 4 times هي دي الإجابة الصحة وطبعا الـ Expansion هيزيد لأن كل ما الـ Current هيزيد الـ Expansion بتاع الـ Iridium Wire A هيزيد أكيد A هيزيد يبقى الإجابة رقم C هي الإجابة المزبوط يقول لي أن oscillating circuit consists of a coil of inductance 1 Henry يبقى مديني الـ L اللي بكام 1 Henry and capacitor of الـ Capacitance بتاعته 3.5 Microfarad يعني Time Stand Power Negative 6 فراد حولت المايكرو فراد لفراد على طول so the frequency of the oscillating circuit equal طبعا دي تعويض مباشر يعني هم دي كل حاجة F تساوي 1 على 2π تحت الـ LFC يبقى هذه الـ Frequency equal هنا هذه 1 2 times الـπ هو كمان قال لك عوض عنها بـ 3.14 times تحت الـ Root L1 Henry We Capacitance 3.5 ولكن ضربناها في 10.96 لكي نحولها تعالي نعمل هذا الـ Calculator طلعت معايا 85.11 Hertz يبقى الإجابة التانية هي الإجابة المزبوطة طيب هنا بيقول لي 3 capacitors each of capacitors 12 micro A فراد اه يعني هذا كده هنا 12 micro فراد وهنا 12 وهنا 12 كلهم بالـ A بالـ micro فراد المزبوطة في الرسمتين ماشي عايز إبقى We're connected to a DC source of 20 volt خد بالك الـ Voltage هنا في الـ 2A واحد أو البتاري السورس يعني with two different methods as figure A و B يعني هنا مرة موصلهم parallel وهنا مرة موصلهم series So the ratio of a charge accumulated on each capacitor ركز في الكلمة عايز ratio اللي هي يحصل accumulation على كل capacitor في circuit A to that in circuit B على كده نفكر في الموضوع واحدة واحدة ودايما بقول لك فكر في Q ما تنساش ان القانون ان Q بتساوي CV صح وفكر في Q دائما ان هي عاملة زي A زي الكارت عشان برضو ما تنغبط ايه نفكر في الموضوع واحدة واحدة نمسك اول رسمة اللي على الشمال اللي هي بتاعت ايه قال لك ان البترة 20 volt تمام ومعنى انت عايز نجيب ايه تعال نسمي ده هنا عايز نجيب Q 1 يبقى Q 1 هتبقى equal كام تبقى C C كام خد بالك هو عايز بتعمين H capacitor في A يعني هنا ده يبقى كام اه هنا ده 12 micro فراد طبعا مش تفرق حاجة معاك في موضوع التحويلات كبر لان انت كده ايه في الاخر هتعمل ريشيو يعني يبقى هنا قادي Q 1 يبقى Q 1 تطلع معاك من 2 في 12 24 وهنا في 0 طبعا ده مايكرو كولم بس كده كده مش هتفرق معاك يعني هنا بقى 10.96 تفرق معنا لان احنا هنقسم دعلى ده ف 10.96 او بتاعت المايكرو هتطير يبقى جبنا كده خد بالك وعايز Q على capacitor في A وال Q A على B هنا ده ب 240 طب 20 V وهنا دول كلهم نفس ال A هنا 12 ميكرو فراد يبقى معنا كده ان Q هتقسم عليهم او يبقى هنا 20 على 3 وهنا 20 على 3 وهنا 20 على 3 صح كده يبقى انت لو عايز تحسب ال Q بتاعة واحد فيهم هتبقى عبارة عن يتقول CV طيب ال بلتج على ال 1 ب 20 V 3 لان 20 V بتاعة البتري متقسم عليهم لان هم دول series طيب ال ال 1 ب 12 يبقى معنا كده ان Q هنا تبقى ب كام هنا 4 و 24 ب 80 هنا 80 ميكرو اي كولوم ده اي بتاعة التاني يبقى هنا 80 ميكرو ميكرو هنا 10.96 و 10.96 سيطير مع بعض شيل ده تطلع كام معاك 3 على 1 يبقى رشي بتاعتي 3 2 2 سؤال طبعا اي على chapter 8 بدرجة واحدة بقول لك is the figure showed a simple electric circuit that contains three switch عندك x y z working as input of a logic circuit while the lamp gives the output اه يعني ده ادي ده ال output يعني بقول لك دول ال input ميش بقول لك the group of logic gates that is represented by this simple electric circuit is a وميديك هنا 4 logic gates عايز يشوف تقدر تطبقه من على ده ازاي ويديك اي نفس ال النتيج طيب فيه شوية حاجات كده المفروض تبقى منورة في دماغك يعني تسهل عليك الحل شوية تخليك ما تعدش تطول في السؤال ده زي مثلا واندي two switches barrel يبقى or gate ده افكرك ان or plus وانه شكل or gate كيانا كنت بتعمل plus عندنا and gate ده اللي هي كانت ايه بنعملها كده بالمنظر ده وده اللي هي كنت بتعمل معاك ايه عاملة زي times طيب فهنا اول حاجة تخليني افكر ان y z دول لازم يكون ودخلين على or gate يبقى مبدئين كده هستبعد الرسمة دي لان y z دخلين على and وان y z دخلين على and يبقى ال اثنين دول هستبعد طبعا انا بفترض ان ان تجرب الماء كده حضر لك مشكورا تجرب كده ال inputs في رسم رسم بس ان طبعا لو فاهم الحتة الصغيرة ان لما يبقى عندي two switches parallel بعض ده تعبر عن or gates هتبتدي تقلل الاختيارات وتوصل للحل اسرع تمام طيب كمان في حاجة ثاني لما بيبقى عندي switch مع lamp او output in series كده ده كان عبارة عن ايه اه ده and gate and gate ماشي the end gate اوكي يبقى x دخلة على output المفروض تبقى ايه وصل معها ب end gate لو بصت هنا هتلاقي x هنا دخلة فعلا في end gate وهنا x دخلة في end gate الرسمة c و b شبه بعض بس في الاخر في نط اللي بتاع x طبعا النط ديت هتغير لك الحاجة في الآخر هتبقى ب zero فهتبقى x y z a يعني هذا بقى one و هذا بقى one و هذا بقى one هل سيدي output one طب الor قلنا الor سيقوم معي كأنه مثل plus one plus one يدي one وهنا one 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 end هتدي كم هنا one يبقى المب دي ايه هتنور فعلا طب تعال نجرب فوق هنا لو one و one و يطلع لي هنا output a one لأن قلنا or كأنك يتعامل معها مثل plus كده طيب x هنا تبقى one one طلع هنا a one بس خد بالك هنا النط ستعكس ها 0 يعني اللامبة تبقى مطفية لا ده انا لو مقافل y z x اللامبة دي ايه هتنور يبقى معنى كده ان الاختيار الصح a c طبعا حضرتك ممكن تعمل ايه بقى حضرتك ممكن لو انت تاي هتبتدي تجرب فيهم كلهم وتشوف لما يبقى اله كلها قفلة ايه اللي هيحصل طب لما اله كلها on one او zero ايه اللي هيحصل عندك وهكذا خد بالك one دي مقفول يعني توصل current فمعناها ان اللامب هتنور zero دي يعني معناها ان switch off او مفتوح فمش هيعدي فيه current تمام طيب شوف السؤال بعد قبل انشوف السؤال بعد خد بالك في bubble sheet ركز لانك عمل المقلب ده في الطلبة عمل المقلب ده ايه في الطلبة يعني هنا انت عندك ادي a b c d خد بالك من الاختيارات خد بالك من الاختيارات ساعات مثلا دي كانت figure one اشعار figure two figure three figure four خد بالك الاختيار الاختيار انهي اللي صح يعني ممكن تلاقي مثلا هنا دي مثلا مش عايق figure three ممكن figure three دي يبقى حطها لك في bubble sheet مثلا هي رقم c او d فانت لازم تمركز انت بتختار a طيب بيقول هنا the electric circuit shows a figure represent a transistor used as a switch so on increasing the value of r b لما هيزوت r بتاعت the base to double its value which of the following choices correctly describe what happened to the vcc اذا مش حاسس بحاجة غريبة تقول vcc اصلا بتعمل voltage بتاع battery صح كده هو سيتغير البطارية سيتغير يعني لما يزود r b سيتغير ضعف هل البطارية سيحصل في حاجة voltage بتاعت غير في الحقيقة اي لا سيتغير هتبقى هي remain constant طبعا انت اي مفروض فاهم ان vcc اي voltage across من battery اللي شوف سؤال يقول current gain for transistor equal 150 so alpha e بكام يعني 150 على 1 plus 150 تديني cam 0.99 ممكن تقول ايه بس مثلا في كتاب المفاهيم مش مكتوب القانون ده كده صراحة انا عندي في كتاب المفاهيم مثلا مكتوب ان القانون مكتوب كده ان beta تساوي alpha e 1 minus alpha e اذا انت امع 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 عادي يعني شغري ابتدا امع cross multiplication هنا دي امع 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 مرة في الواحد و مرة هنا فهتبقى البيتا minus beta alpha e تساوي alpha e و ادي alpha e كلها في حتة واحدة beta تساوي alpha e plus beta alpha e اي رأي حضاك 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 e common factor لان دي اللي انت عايز ادي beta بتساوي alpha e plus او اي رأي حضاك هنا واحد لشان ناخد واحد plus beta alpha e لو انت عايز تجيب alpha e من هنا alpha e هقسم على ادي beta 1 plus beta e beta a هذا القانون الذي حلقناه بيئة ، حتى لو في الامتحان لم تفتقرت لأي سبب هذا القانون ، تستنتجه من القانون الذي يدعو لك في الكتاب المفاهيم أو ورية المفاهيم حسنًا ، يقول لي ، the value of intensity of electric field established inside the diode at a certain temperature become constant when A يعني ، إمتى سيكون عندي الالكتريك فيلد الذي في النص في الديود ، أو بمعنى صحيح ، إمتى سيظهر عندك حتة الـ depletion region إمتى سيظهر ، لو تفتكر كده ، كان يبقى عند حضرتك هنا مثلا لو دي الـ N type وده الـ P type ، وكان بيحصل الـ diffusion الأول ، يعني الانتشار بين الـ high concentration للـ low concentration بالنسبة للـ N والنسبة للـ P ، فكنا نقول عليه ده الـ diffusion الـ diffusion current ، وبعد شوية الـ diffusion current ده ، لما يبدأ يتكون طبقة الـ depletion هنا وهنا ، يوجد شوية current كما يستطيع ان يتصل طبقة الـ current ، كنا نسميه دريفت A current ، إمتى يحدث هذا الموضوع و الـ diffusion region تظهر و الإلكتريك فيلد يكون موجود إذا كان الـ diffusion current يكون equal من الدريفت A current ، فهذه الإجابة بتاعتنا أعجابة نظام C حسنا نرى السؤال لبعض يقول لي The scientific principle of using X-ray to study the crystalline structure of solid depend on A طبعا ده لما كنا نحن نعرف شكل الكريستالين بتاعت A أو ال structure بتاعتمين تعل الصولد معين فده كان يعتمد أن يحدث إن X-ray لها نفس ال wave features فمعنى كده أنها عندها ال wave features أو ال wave nature طبيعة ال wave فبتقدر تعمل diffract فلما كانت تقدر تعمل diffract كنا نقدر نشوف شكل ال solid فمعنى كده إن ال X-ray بما إنها فكرت كده كان energy كبيرة ال energy بتاعتها كبيرة يعني frequency ال H في new frequency كبيرة ال wave lens عكس ال frequency كده بتبقى قليلا قوي وبما إن ال wave lens بتاعتها قليلة جدا أقل بكتير من dimension of enter molecular space أو body اللي داخل عليه طبعا هنا نتحدث عن ال atom يعني بتاعت ال solid بما إنها ال wave lens ستبقى أصغر من dimension فتقدر تدخل جواها ويحصل إيه يحصل diffraction ولما يبتدي يحصل الدفraction نبتدي نشوف شكل ال solid الإيه اللي قدامنا زي مثل كده برضو إيه في الأشعة زي مثل كده برضو إيه في الأشعة زي مثل كده إيه في الأشعة فهي هنا معنا كده إيه إحنا بنعتمد على إيه بنعتمد على ال wave nature بتعمين بتاع ال X ray مش على ال intensity مش على ال quantum nature ولا على ال wide spectrum ماشي إحنا بنعتمد أن ال wave nature بيحصل لها إيه بتعمل diffraction وإيه الحاجات التي تعمل diffraction ال waves وإن تبدأه كال interference وال reflection وال reflection وال diffraction ده كان من خصائص من ال waves طيب بيولي إن college tube تنجستن 74 طيب أهنا مديني التنجستن الاتوميك نمبر بتاعه 74 used as a target to produce X ray so that one of the characteristics wavelengths of X ray radiation was كذا كانت ال wave length تاع ال characteristics wavelengths كانت كام 1.8 times 10 per negative 11 متر ماشي so on replacing the target إيبا ده كانت التارجت الأولين لما غير التارجت with another one of molybidium molybidium 42 mo 42 one of the characteristics wave length تاعت ال x ray probably equal كام لاحظ كده الاتوميك الاتوميك نمبر حصل في اي خلينا فكرك ان كنا بنقول ان الاتوميك نمبر كان بيبقى انفس مع مين مع ال wave length تاعت مين ال characteristics wave length صح كده او يعني كان كل ما دايزيد ال wave length تقل والعكس صحيح طب هنا ده كان 74 لكن هنا ده كان 42 فمعنى كده ان هنا ده ايه ده يعتبر lower atomic number فالlower atomic number اكيد هيطلع لي ايه اكيد هيطلع لي longer wave length يعني ده كده ايه هنا ده كانت high atomic number فمطلع لي ايه low wave length او small wave length هنا ده lower atomic number لانقلت فبالتالي هتطلع لي ايه wave length ايه اكبر يبقى انا اعجز wave length اكبر من الرقم اللي ايه اللي قدامي ده طبعا هو ما اديك الاختيار بالنانوميتر فلانما تغير اللي هو كان مديهلك في المسألة ديت لنانوميتر لانما تخلي كله بالميتر وترايح دماغك علشان ايه ما تتلغبطش يعني دي كده دي الجبن هو كان مديهلك بالميتر انا عايز اعرف اي وبي وسي ودي تعال ندرب كل رقم من دول عشان نحول من نانوميتر لميتر عشان نريح دماغنان تبقى 1.5 time stand power negative 3 time stand power negative 9 شوف بكم بالميتر هنا 4.9 time stand power negative 3 time stand power negative 9 شوف بكم بالميتر وهكذا 2.8 time stand power negative 4 اضرب 10 power negative 9 وياخر واحدة 7.1 time stand power negative 2 time stand power negative a 9 هاتم كلهم بالميتر وراء دماغن هنا ستبقى 1.5 time stand power negative 12 متر هنا الثانية ستبقى 4.9 time stand power negative 12 نجمع كل power هنا ستبقى 2.8 نعمل على الكالكريتر time stand power negative 3 هنا 7.1 time stand power negative a 11 واضح طبعا كده مين أكبر واحدة فيهم آخر واحدة 7.1 time stand power negative a 11 ماشي خبالك ان الارقام دي بال minus لكن هنا 7 اكبر رقم افرد انت متلغبط اعملهم كلهم بال decimal لو انت متلغبط يعني ايا كان ولكن اي واضح من الارقام ان هنا اصغر رقم 7 point a 1 time stand power negative 11 او آسف مش اصغر اكبر رقم لان هنا 12 وده 12 هنا على 11 بس 7 خد بالك الارقام دي بال negative يعني هنا power negative يعني مقسوم على 1 وجنبي 11 0 من قصدي فهنا انا انا بدور على ال long الكبيرة يعني اسف فهنا ده على 11 لكن ده مقسوم على 12 وده على 12 وده على 3 بس بس ده اصلا 2 8 يبقى مين اكبر رقم عندي ده ممكن يقول انا ممكن احاول ده لنانو متر عادي جدا انت ممكن واحد يقول لي طب مده الميتر ده عشان تحول من متر لنانو متر هتضرب a 10 power a 9 ممكن واحد يقول لك انا بدأ ما احاول لل4 اختيارات عادي الانو ستكون 2 power negative 2 nanometer 1 point 8 10 power negative 2 nanometer و احاول ال اكبر من ها لان الاتomic number صغر يبقى انا بدور على اكبر wave lens بدور على اكبر wave lens ده كلها 10 power 3 10 power 4 ده كلها ايه ارقام صغيرة هنا 10 power negative 2 ده رقم اي هيبقى اكبر طيب تشوف السؤال اللي بعد هنا بيقول ايه two identical magnetic field او magnet asif a one and two عندك هنا مجنة اثنين وهذه مجنة واحد الاثنين ده عنده two pools a b and two pools c d ماشي بنفس ال velocity يقرب على السلنايد اللي وصل عليه جال فانومتر ده طيب نكمل البيت الاراي بيقول like placed on the same distance من السلنايد one moving on moving each of the magnetic magnets with the same speed every 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 will move towards the two terminals of the selenoid and along its axis it's note that the pointer of galvanometer doesn't deflect this due to a galvanometer doesn't move if it happens induced current from here and from here المفروض يكون نفس المجنيتك فيلد يعني اول اختيار هنا يقولك ان البول داخل بالنورس والبول داخل بالنورس تمام تعال او نعمل حتى ده بالاحمر ده بالنورس اهو ده بالنورس وده داخل ايه بالنورس طيب تعال كده نفكر فيها حط نفسك يا باشا مكان السلينويد ودلوقتي فيه مجنيتك فيلدك يهجم عليك بالنورس انت عايز تقوم التغيير فالانديوز اي ماف بتاع حضرك هتعمل ايه هتطلع مجنيتك فيلد فعكس اتجاهه يبقى هتخلي البول اللي هنا ده من نورس ليه علشان يعمله ريبولشن وهيبقى ده كده هنا ايه ساوس صح حبالك لانا اسمه بالاحمر ده بتاع ايه كل العلاقة مجنيت وان طيب اعمل بايدك اليمين كده الاربع صوابع خلي سبعك رثام بنحية الان يبقى الاربع صوابع يبقى يعمل ايه يبقى ده ينزل ايه بالمجنيتك فيلد بتاعه هيبقى ايه داون وورد كده اهو صح المجنيتك فيلد الاحمر نتيجة المجنيت بالاحمر ده اللي داخل عليه بالنورس هيبقى كده طيب تعالنا نفكر من وجهة نظر المجنيت اللي هو ايه تو اللي داخل بالبول اللي اسمه دي وداخل بنورس بول حط نفسك مكان السلينويد داخل عليك مجنيت بالنورس بول فالفلوكس لائنز بتزيد عليك بالنورس يبقى انت عشان تقوم او تقوم هتطلع مجنيتك فيلد في نفس اتجاهه هتطلع ده كده هنا نورس وهتطلع ده هنا ايه ساوس طيب خلي صبعك الثامب كده النحية دي يبقى اللي اربع صوابع بتاعك بصين لي فوق صح؟ يعني معنا كده ان الكرانت الانديوز نتيجة اللي بالازرق ده نتيجة المجنيت اللي ده هيبقى كده هتطلع دول كده عكس بعض والكرانت اللي هيتولد هنا هيبقى عكس الكرانت اللي هيتولد هنا في نفس السلينويد معنا كده ان ايه الاجابة الصحيحة فعلا اول واحدة ايه عندنا دي الاجابة المزبوطة. طبعا كل واحدة في الثانيين دول هتجي تفكر فيهم هتلاقي ان الجالفانمتر ممكن يدي ايه اراية. تعال ناخد مثلا مثلا مثلا. هنا مثلا الاختيار الثاني بيقولك ان ال اي هيبقى بالنورس والدي هيبقى بالساوس اه يعني الدي ده هنا اهو تعالى كده نعمل ايهو بالابلون تانى قالك المرة دي ده هيبقى بالساوس طب انت داخل على السلنايد بالساوس. يبقى عشان يقومك يعمل ايه هيطلع هنا هيخلي ده الساوس وده النورس صحي يعني ده هيبقى الساوس وده النورس طب المجنية كفلد يبقى فيهن سبعك اليمين ناحية النورس اللي بالأصفر والالربع سابقى ايه إلي تحت ايدا الاشوان سيبقى الانديوز ايماف نتيجة الاندوزد current و الاندوزد EMF سيكون في نفس الاتجاه فالاندوزد الاندوزد هنا سيجعل الجالبانومتر يتحرك في اتجاه معين فكذا سيكون له ايه ما يكون له ما تنفعش وهكذا في الباقي سيجعل الجالبانومتر يتحرك يبقى طبيعي عندما يجعل الاثنين داخلين على الماجنت يجب ان يكونوا داخلين بنفس الpool علشان يعملوا to induced EMF او induced current في عكس الاتجاه ويكمسلوا بعض الجالبانومتر لا يتحرك سؤال لبعضه يقول لي a straight wire of lens L moves with velocity V inclined to a magnetic field of flux density with angle 30 degree دي واحد يعني او مديني كده ادي ال B وقال لي ان عندي straight wire عام الانجل كام 30 to the direction of the field مش so and induced Electromotive force is generated in it to increase The Electromotive Force generated in to the double عايز يزوه ودلم مفيندوز للدبل طيب خليني كده فتكر هوا ال EMF الوائر كان يساوي ايه ؟ ناجاتف طبعا دي لانز اشتفرق معانا هنا دلوقتي بس مش مشكلة بالف ساين سيت صح كده ؟ طيب و تعالى نفكر كده ايه الحاجات اللي بتتغير عندي هنا ايه الحاجات اللي بتتغير عندي هنا علشان ازود الانديوزي ماف عايز ده يضربه في اثنين يبقى لانما تزود البي دي اثنين لانما الال اثنين لانما البي اثنين لانما السين سيتا دي تديني رقم ايه باثنين طبعا نبص كده على الاختيارات بيقولك The Length of the wire must increase for L ولو ال Length ما هو ال E Direct مع مين مع ال L لو دي زادت اربع مرات دي هتزيد اربع مرات هو عايزها مرتين بس هو عايزها ايه Double يبقى دي ما تنفعش The wire must move with velocity ثلاثة V لما الانديوزي ماف Direct مع ال V لو ده زاد ثلاث مرات ده هيزيد ثلاث مرات يبقى برضو ما ينفعش ده هو عايزها كام مرتين بس The wire must move into magnetic field of flux density half B ما هو الانديوزي ماف Direct مع مين مع ال B لو ده بقى نص B ده كمان هيقل للنص مش هيزيد خالص للدابل اصل يبقى الاجابة الصحة مين دي وانا مغامل بس على برضو نفع The wire must move perpendicular to the magnetic field Perpendicular to the magnetic field يعني يبقى عامل الانجل كام تسعين خد بالك هنا دي اللي بتوين ال wire وبتوين مين ال magnetic field ال wire او ال L او ال V قولها اي طريقة بس المهم تبقى فاهم اللي هو الانجل بتوين ال wire و ال B طيب معنى كده ان لو قلت هنا EMF1 على EMF2 هتساوي ما هو ال EMF Direct مع sine theta تعالي نشوف الكلام ده فعلا صحة ولا لا هتقولي هنا sine theta 1 على sine theta في الحالة التانية طيب الحالة الاولى اللي هي ال EMF1 تعالي نشوف العلاقة بينه ما يحصل فيها ايه هنا دي sine 30 وهنا دي sine كام sine 90 طيب معا sine 30 على sine 90 بكام تقولي او يبقى هنا E1 على E2 sine 30 بي هاف وهنا دي ب1 يبقى ال EMF1 على EMF2 انا بعمل كده عشان اثبتلك كلام cross multiplication يبقى ال EMF الثانية بتساوي اثنين ال EMF الحالة الاولى فعلا هتبقى ال double يبقى الاجابة number D او الاختيار الرابع دي هو الاختيار المزبوط يقولي a single coil DC electric motor when the coil's plane is perpendicular to the magnetic field or flux lines which of the following quantities does not equal zero خد بالك هو عايز any physical quantity مش هتساوي zero مش هتساوي A0 طيب تعالي نفسكم واحدة يقولي a magnetic dipole moment for the coil معايش دي واحدة خد بالك هذا منظر الكويل لما يبقى عامل perpendicular ال plane perpendicular مع الفلكس انا اضطتلك الرسمة هنا علشان نفهم مع بعض وتفتكر اول واحدة اخد بالك هو عايز does not equal zero من اللي مش هتساوي zero طيب تعالي نشوف كده اول واحدة الماجنتيك دايبول moment قانونه ايه طيب ما هو ال end ليه رقم والarea ليه رقم بس خد بالك لما يكون perpendicular هتلاقي ال process هنا هتبقى ما بين الفتحتين بتوع ال commutators صح كده فمعنى كده ان مفيش current في اللحظة دي لان هيبقى عند الحتة ال insulator بس كال حتة المفتوحة اهي دي اللي انا عملها بالاصفة فما فيش current هيدخل مي فين خد بالك في الوضع ده مفيش current هيمشي فين في الكوير ففي اللحظة دي قادر اقول ان الماجنتيك دايبول moment ماله لا الماجنتيك دايبول moment بزيرو يبقى الاختيار ده مينفعش ليه؟ اصله هو عايز الاختيار اللي بزيرو الحاجة اللي بتساوي زيرو طيب اه سوري عايز الاختيار الحاجة اللي مش بتساوي زيرو does not equal zero ده هنا طلع بيساوي زيرو طيب الاختيار التاني بيقول لي speed of rotation تفتكر الفلسطي هتبقى equal zero ولا not equal zero في الوضع ده طبعا تبقى not equal zero وفتكر كده معايا دي نتيجة ايه؟ الانيرشيا لان الكويل ده وهو بيلف اللي بيحصل هيجي في اللحظة دي هل الفلسطي بتاعته تبقى بزيرو؟ ال speed بتاعته تبقى بزيرو؟ لا ده هو رغم ان ما فيش كارنت هنا واصله علشان هو هنا البراشز نحية الجزء الانسولاتور او اللي معزول او اللي مقسوم ما بين ال two commutators اللي هيحصل هيكمل دوران نتيجة ايه بقى مش ان فيه فورس لا ده نتيجة ان لسه عنده انيرشيا نتيجة دوران فهيكمل لف الحتة دي الوحدة فالفلسطي هتبقى not equal zero والسبيد دي هتبقى ليه ايه؟ قيمة فده الاختيار الصح دي هتبقى not equal zero فعلا دي هتبقى not equal zero وده الاختيار لو عايزه طب تعال نشوف كده C بيقولك الماجنيتك تورك افكتنك طب الماجنيتك تورك ده اللي انت كنت بتقول لي اسمه ايه؟ بيان ساين سيت ساين سيت دي بالمناسبة النورمال توريا والA والB طب هنا نفس الفكرة ما في اللحظة دي الاي هتبقى بكام يا جماعة بزيرو في الوضع ده فالتورك كله هيبقى بكام بزيرو صح كده؟ ده غير كمان ان النورمال توريا اهو ده النورمال توريا اللي هو بالازرق ده والفلوكس لاينز الانجل بينهم zero وساين zero بكام بزيرو يعني كل حاجة بتقولك ان التورك هيكون بايه؟ التورك هيكون equal zero يبقى منفعش دوايا عايز الحاجة اللي مش بتساوي zero طيب يبقى ده مينفعش تعال نشوف ديه المجنيتك فورس افكتنج ايه؟ زا كويل سايدز طيب هو الفورس اللي بتأثر على الكويل دي هتبقى ايه؟ بالساين سيت صح؟ طيب هو الاي هنا بكام بزيرو يبقى نفس ايه؟ الفكرة برضو الفورس ساعتها اللي هتفكت الكويل سايدز هتبقى بكام بصفر فبردو ده الاختيار دايما يفعش يبقى الاختيار فعلا التاني هو الاختيار الايه؟ المزبوط بيقولي هنا in the figure the wire L اهو الواير ده is able to move in the same plane of the page through a magnetic field perpendicular into the page يعني البي كلها into the page which of the following choices is correct؟ اهو الاختيار هيبقى صح طب تعالى نشوف اول اختيار بيقولك the wire is moved toward if the wire is moved toward a اه يعني ده بقى كده اتجاه من ال velocity the potential of point c will greater than point d خد بالك وفتكر ان الواير اللي بيحصل فيه induced emf بنعتبره كأنه هو source بنعتبره كأنه source صح؟ يعني لما تقولي ان ال current ماشي كده يعني ال current ماشي من negative لل positive جوة source لكن في external resistance هيبقى ماشي هنا ايه؟ ده من positive لل negative صح؟ طب تعالى نفكر طبعا هنا هنستخدم ايه؟ flaming right hand ايه؟ صح؟ اللي هي كنت بتقول عليها ايه مفكة ولا npc أو كما انت عايز motion field current ستعمل ايدك اليمين الموشن سباعك الثامب نحية اليمين اللي هو ال V اللي بالاصفر على الرسم هو الالكد اللي هو يتحرك نحية نقطة A نقطة A عندي في الرسمة يعني ال wire يتحرك نحية اليمين يبقى هذا ال M الموشن سباعي للتخين اللي هو السامب pointer mp اللي هو ال field into the page يعني خبط على الصفحة أو على الشاشة اللي قدامي ال current سيبقى ساعتها هنا في اللحظة دي فوق اهو نرسموا ايه بلون تاني عشان يبقى واضح تقولي ال current هنا يبقى ايه الفوق كنا بنيجي نقول ايه حداك بتجي في نص ال wire اللي حصل فيه انديوز mf وتعمل ايه تحط باتاري اه ايه تحط باتاري دي كده ايه البطارية بتاعتي وكنا بنقول ايه بنعمل عليها نقطة كده عشان ايه يبقى تبقى فاهم اه صحيح ده اتجاه ال current يعني ده كده كأنه ال post في البطارية و negative البطارية بس هو بيسأل يا طرق ال potential بتاعة c هتبقى اكبر من دي ما هو فعلا ال current هيمشي كده وهيعدي هنا وهيرجع تاني متى ايه من ال mine اللي ناجاتف البطارية والكرانت يذهب معناك كدا ان ده the high potential difference وده low potential difference او حتى ده ده انحية البطارية الوهمية اللي اعطناها نتيجة ال INDUZMf اللي تولد في ال wire وهنا ده نحية ال negative بتاع ال wire هو معناك كده ان c هتبقى أكبر من مين دي يبقى فعلا ده الاختيار المظبوط يعني حتى مش محتاجك تقعد تتعب نفسك وتلف على بقية الاختيارات يبقى ثاني يفتكر كده ان احنا الواير اللي بيتولد فيه current كأن حضراتك بتحط فيه virtual apattery في نصه فبيبقى current تقولي اه هو ده اتجاه current فانا باجي هنا في النص احط بطارية كأن current خارج من نص الواير هنا بطارية وهمية طبما current هيمشي كده وكده يبقى ده high potential وده من اللو potential يبقى فعلا current هيمشي هنا اي من c لديه تمام لانه بيمشي من ال high potential لل low potential outside the source طيب and alternating current dynamo طيب ده سؤال dynamo على chapter 3 بقول حضرتك عندك ايسي dynamo هذا الم Значит Civic رئيسية 5J خمسين هرطز طيب يقص حضرتك الـ EFFECTIVE VALUE FOR THE FIRST TIME FROM THE PERPENDIGALAR POSITION دعوك الـ EFFECTIVE VALUE 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 يبقى لو قل عند تاني مرة يبقى الانجل لستخدمه كام 1 3 5 طب هنا زود على ال 180 45 هتديك هنا دي تاني مرة ال eye effective بس هيبقى بالعكس يعني ال direction هتبقى كام عند انجل ال 2 2 5 طب رابع مرة هتبقى عند الانجل دي هنا 360 منهم 45 يبقى كام 315 يبقى الزاوية بتاعتك 315 يبقى خد بالك ال eye effective بيحصل عند حضرتك اربع مرات دي اول مرة عند انجل 45 دي تاني مرة عند انجل 135 دي تالت مرة عند انجل 225 ودي رابع مرة عند انجل 315 هو هنا عايز عند first time طب زي الفول هتعرف ان ال eye effective كمان يساوي ال eye maximum كنت بتقول لي ايه times 0.707 دي كانت جاية منين جاية من sign 45 انا بفكر يبقى ال eye effective بيحصل فينا عند sign 45 طبعا هنا في السؤال انه قال first time فانا ها اعتمد ايه ان انا اشتغل على angle 45 اللي هي لسيتا بتساوي 2πFT انا عايز اعرف ال time ما يحصل ايبقى طب ما الانجل دي انا عارفتها لانه قال لي first time يبقى بيتكلم من الانجل 45 طب لو نفس السؤال بس اقل لك second time يبقى الانجل 135 طب لو قال لك ال value بتاع ال effective في third time تبقى الانجل 225 لو قال لي force time تبقى الانجل A315 طب هنا equal هنا 2 خد بالك دي باي جوال A جوال sign لان انت بتكلم على angle ستبقى 180 ال frequency 50 عايز اجيب ال time من هنا تقدر تحسب ال time تبقى 2.5 times 10 power negative 3 seconds طبعا اجابات كلها بال milli دي طبعا اللي هي milli تبقى 2.5 milli second يبقى كده الاجابة المظبوطة بتاعت حضرتك 2.5 اللي هي الاختيار C طبعا كنت بتحول من milli second ل second بتدرب في 10 power negative 3 العكس بتدرب في 10 power 3 في البوست يعني طبعا هستoms ال buys a metallic wire moves with constant velocity V upward in the plane of the page and the and is affected by a magnetic field perpendicular into the page كل the magnetic field A excitere into the page كلهم into the page والinsi الواعر بتحرك الفوق which figure illustrates the draft of electric charge inside the wire during its motion نفس الفكرة برضو اللي كنا بنقولها ان حضرتك بتشوف اتجاه الكارنت اتجاه الكارنت ده ايه راكز كده معي بتحط باتري ديرتشور كده في نص الا الواير بس خد بالك هو بيسأل عن مين خد بالك هو بيسأل عن مين طيب مبدأين كده عايزة عرف اتجاه الايه الكارنت طيب هنا طبعا هستخدم ايه فليمينج رايت هان رول او زي حضرتك ما بتقول كده ايه ام بي سي اللي هي الموشن الفيلد الكارنت طيب ايدك اليمين صبعك الثام ده الموشن الفين ابوورد طيب الكارنت ده لسه عايز اعرفه طيب الماجنيتك فيلد ام بي سي الام بي البوينتر هيبقى فين انتو زي بيج ستجد ثلاث صوابه بصين نحية الايه الشمال يبقى معنا كده ان الكارنت بتاع حضرك ماشي فين ماشي نحية الايه الشمال هتبالك ادي الواير بتاعه ادي الموشن الماجنيتك فيلد انتو زي بيج يبقى ده صبعك السامب صبعك الوينتر هتلاقي الكارنت فين ركز كما معي الكارنت ماشي نحياتي احنا قلنا بنيجي نعمل ايه بتحط هنا كاين بتحط حضرك ايه virtual battery تحط ايه بطارية وهمية كده positive وهي negative فينص الايه الواير فمعنا كده ان ده كده ماشي كده يبقى مين اه ده ده هنا كده البوستيف وده كده هنا مين ال negative الconvention الكارنت بتاعه يبقى اني رسمة صح طبعا دي غلط خالص وده غلط خالص لكن الايامة دي الايامة دي يبقى هنا ده اتجاه الكارنت بتاعي فعلا ده هيبقى ال positive وده negative ولو انت عادت تقولي طب ما هو بيقولي ال electric charge يمكن يكون بيسأل على الالكترون طب ما هي هي ال electric charge قصد الconvention الكارنت يعني كل بس هي هي ما لو الconvention الكارنت كده الالكترونيات هتبقى العكس يعني برضو هنا هيبقى ال negative وهنا هيبقى ال positive يبقى الاجابة دي هي الاجابة المزبوطة طيب بولي في السؤال اللي بعده هنا عندك two coil x y the number of turns of x is five hundred turns يبقى مديني هنا ال N تاع x 500 turns and the number of turns of coil y الف ماشي تعال نكمل بيقولك the graph represents the change of flux delta phi m بتاع y خد بالك هنا ده بالميلي ويبر يعني الارقام دي كلها مضروبة في tempo or negative 3 وده بتاع مين داع ال y ال graph represents the change of magnetic flux delta phi m through a coil y when the current i x it change through coil x يبقى خد بالك يبقى ال x ده مين ده primary وده مين ده secondary ماشي يعني ده لما بيمشي فيه كهربا بيبتدي ايه يبقى فيه flux lines change او phi m او delta phi m في y so the mutual inductance ال m يعني between the two coil equal a عايز يعرف ال m بكام طيب خلينك افكرك كنا بنقول ان ال emf induced كان بتساوي negative n delta phi m على delta t وكانت بتساوي negative m delta i على delta t طيب طبعا ده مين ده هنا ده secondary coil وده كده هنا ايه primary او first او primary ايه coil ده طبعا اللي هو ال x ده مين اللي هو ال y طبعا كنا بنطير ال negative مع negative وال delta t مع delta t فكنت بتقولي ان ال n بتاع بقى ال y اللي هو secondary coil يعني ال n secondary coil اللي هو ال y في delta phi m بتاعت ال y بتساوي ال m اللي هو طالبها في delta i بتاعت مين بتاعت ال x طيب خد بالك هنا ال slope هو الرجل مديك ال slope هنا ايه ده delta phi m وده delta i x ممكن من هنا ايه تحسب الموضوع وترايح دماغي يعني قلت لي ادي دلتا phi m على ال delta i x هتبقى بتساوي يعني جبت ال i x هنا هنا عندك bm على ال n التانية بتاعت y اللي هو secondary coil y يعني طيب تعالوا نحسب هنا اخد ايه نقطتين او ايه حاجة هنا دي كده عند ثلاثة وهنا 0.06 وهنا دي خمسة وهنا واحد ماشي طيب ال m دي اللي عايزه ال n بتاعت y بكام بألف ال delta phi m خب بالك هتبقى delta 3 minus 0.6 طبعا مفروغ كل رقم فيه مضروب في كام هاخده common factor time standard power negative a 3 عشان هي بالميلي ويبر وهنا ديت النقطة هنا والنقطة هنا دي او المسافة دي ادي اعمل ال delta هنا 5 minus 1 لو حسبت كده يبقى هنا دي 6 times 10 power negative 4 تساوي m على ألف يبقى يبقى ال m بتاعت حضرتك تبقى 0.6 هنري 0.6 a هنري ده الاجابة الصحة بتاعتنا الاختيار b طيب هنا سؤال على شابتر 1 بيقول لي in the shone electric circuit which reading of those voltmeter are equal انه هيكون equal طبعا طالب الشاطر يعني بمجرد النظر كده ايه هيجيب الاجابة على طول ليه لان هنا ده دي ال voltage across mean الباتاري صح كده في نفس الوقت تقدر تقول عليها ايه هو نفسه external voltage اللي على R1 و R2 اللي هي بين النقطتين دول يعني تعالوا سميت دي نقطة A و دي نقطة B ما دي برضو نقطة A و نقطة B فV1 هتبقى هي هي ايه V4 يعني ممكن واحد القطع كده ايه على طول تعالوا برضو مفكر فيها V1 بتساوي ايه قول لي V1 تقول لي ده voltage across battery كان بيساوي ايه تقول لي ده V battery minus plus I في R internal resistance هي هي لو قلت لي ايه هو هنا الـ voltage V1 دي هي الـ external voltage اللي بره اللي هي الـ I اللي مشي في R1 I R1 plus I R2 او ممكن تاخد الـ I common factor هتبقى R1 plus R2 صح؟ هو ده نفس الـ voltage طب الـ V4 بتساوي ايه الـ V4 هي الـ voltage across R1 و R2 هتبقى برضو I في R1 او خد الـ I common factor R1 plus R2 الـ 2 كده ايه الـ 2 equal ايه بعض الـ 2 equal بعض وبما ان كمان البطارية هنا مش قلل ان هي عنده internal resistance يعني برضو ايه الـ term ده يعتبر بزيرو يعني معنى كده ان الـ V4 كمان بتساوي مين الـ VB هي ايه فمعنى كده ان فعلا V1 و V4 A equal بعض طبعا V3 و V2 مش equal بعض لان I في R1 غير I في R2 الـ 2 resistors دولات A مختلفين فمش يبقوا equal بعض A أبدا صح كده؟ طيب في هنا مثلا V2 و V4 V2 ديت على الـ R2 بس لكن V4 على R1 و R2 فيبقى فعلا إجابة الصحة بتاعة V1 و VA4 يقول لي ان كده closed electric circuit we conduct that ان V2 اقال من VB V1 اكبر من VB V2 equal VB V1 equal V2 طيب على كده ايه نبص الاول على V2 عبارة عن ايه و V1 عبارة عن ايه لو ركزت كده على V2 اللي احنا لسه قلناه V2 ديت اكروس مين؟ اكروس البتري وقال ان البتري دي عندها كمان internal resistance فبقانون بتاعها VB minus I for R صحيح كده طيب و V2 برضو ممكن تقول لي عبارة عن ايه هي الـ I في total resistance طيب الـ total resistance اللي عندك ايه تقول لي اه ده اللي هو ايه يعني لو انت عايز تبص عليها اللي هو terminal voltage هتبقى الـ I اللي ماشية في كل الـ external resistance اللي هي الـ R plus الـ S اللي هي بتاعات الـ الريوستات طيب الـ V1 عبارة عن ايه دي الـ V1 عبارة عن اخب بالك دي اللي هي لو فكرتها تبقى I for R plus I for S هنا V1 عبارة عن الـ current اللي ماشي في R1 أو في الـ R بس يبقى ديت I for R لكن دي عبارة عن ايه I for R plus I for S يبقى مين اكبر V2 اكبر صح كده طيب بس تعال نشوف ايه الاختيارات يعني هل هو بيقارن بين V1 و V2 V1 و V2 لما يقارن بينهم قال لي ان هما equal بقى الاجابة غلط مبدئيا كده طيب بيقارن ما بين V2 و VB V2 equal VB الاجابة برضه غلط لان V2 تساوي VB minus I for R طيب V2 أصغر من VB V2 أصغر من VB طبعا V2 أصغر من VB لان V2 دي الايه الـ external اللي انت بتستفيده من البطارية فهي بتبقى البطارية البطارية كله minus الهالك اللص اللي جوه البطاري ففعلا V2 أصغر من VB يبقى الكلام ده مزبوط كلام ده صح هتلاقي ده الاختيار المزبوط أصغر طيب برضه فكر فيها انت بتقول ان حاجة بتساوي VB minus جزء من يبقى معنا كده هل بتساوي VB لا ده هي بتساوي VB minus حتة كمان يبقى ال VB هي الكبيرة طيب هل V1 أكبر من VB 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 يعني VB يعني ستستفيد به هنا هيبقى أكبر من البطارية ليس لاجيك حتى صح يعني ما فيش أي حاجة تقول كده حتى بالقوانين وإحنا كابين برضه مش هتلاقي أي حاجة كده مزبوطة طيب يقول الفيجر بتوريك port of circuit يعني than the value of i يعني 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 هنا يكون ماشي طبعا يبقى ماشي من high potential لل low potential تذكر دائما كده high potential اللي هو POSTF يعني لل low potential اللي هو negative ده اتجاه مين؟ اتجاه ال i دائما حلو كده طيب تذكر دائما المية بتوع من المكان العالي للمكان يعني يعني من الشلال كده من المكان عالي high potential لل low potential اللي هي الأرض تحت طيب فمعنى كده إن ال current ماشي هنا كده وده ماشي كده يبقى دول كده داخلين فين على النقطة اللي يتعن سميها x مثلا وهنا ده ماشي كده هذا كده خارج من النقطة اللي اسمها x دول الاتنين دول داخلين على x طيب يبقى أنا عارف إن السجما i في الكيسي قال بتساوي كام 0 صح كده طيب هنا اللي داخل على النقطة هاختوم بالPOSTF اللي داخل على نقطة x يبقى عندي ثلاثة دي هاخدها بالPOSTF الستة دي هاخدها بالPOSTF الستة دي هاخدها بالPOSTF الستة دي هاخدها بالPOSTF بالPOSTF بلس ال i أنا معرف لاش حتى اتجاهها فهي بلس equal 0 طيب يبقى ال i تطلع معي كام ودي دهنك بالPOSTF يبقى ستة To-2 minus 3 يعني minus 5 يبقى إيه تديني 1 أمبير يبقى ال 1 أمبير يعني current يبقى هنا فعلاً عندي 1 أمبير هاخدها ستة وصلت معي بالPOSTF يبقى دي ال 1 أمبير دخل هنا 1 ودخل 2 ودخل 3 يبقى كل المجموعهم 6 فعلاً خرجوا من هنا إيه 6 يبقى كده الكلام مظبوط يبقى الاجابة بتاعتي فعلاً اجريد المنزل 1AM كيف هو الرنزل الرئيس المنزل 6 رو ال على باي رسكوير صحيح يبقى من هنا على طول الار direct مع ال ال over رسكوير او ممكن تقول انها equal ال على رسكوير وتحسب الارقام وتشوف مين اكبر واحدة فيهم صحيح و اصغر واحدة فيهم بس هو اخذ بالك هو اقل واحدة الار الصغيرة يبقى ان ارايح دماغي بدلا ما تقوم بتعاوض بكل قوانين لان الرو و البي هتبقى constant في كل الارقام يبقى لو عايز تحسب هنا R1 اللي هي اول رسمة اللي هي بتاعت الواير الاولاني هتبقى عبارة عن ال L 1.5 على ال radius square ال radius بهالف يبقى half square تدين كام 6 هنا R2 طبعا دي A دي B هنا هتبقى equal ال L 2 على ال R 1 فهتديني كام 2 C الرسمة الثالثة احسب الرسمة الثالثة بتاعتي هو عايزه يقول لي A photon moves طبعا سؤال على شابتر 5 At a velocity So the wavelength of its a combined wave is A يعني الرجل مديني كل حاجة ده تعويض مباشر هو عايز مني ال wave length وأنا عارف ان ال wave length تساوي ال H على ال momentum أو linear momentum اللي هي كنت بتفكها ال H mass بتاع الالكترون في ال velocity يعني كل الحاجات دي عندك given أو mass بتاع ال proton بقى هنا أو ال proton هتبقى قادي ال blanks constant من دونيب كام 6.625 times 10 power negative 34 هنا mass 1.67 times 10 power negative 27 وهي بالكيلو جرام تمام times ال velocity 3 في 10 power 6 تعويض مباشر سواء المفهوش اي حاجة 1.32 times 10 power negative 13 يبقى الاجابة المضبوطة بتاعتي اجابة A طيب بيقولي the figure illustrate Planck's distribution curve of a hot body if the body is left to cool down يعني ال body ده بدأ مما كان hot بدأ A يبرد the curve changes to a figure طيب دعينا نفكر كده كنا بنقول ان طبعا انت ال wave length كنت بتسميها ال wave length maximum كانت ال wave length maximum كانت ال wave length كانت ايه علاقتها كانت inverse مع temperature فاكروا كنت temperature ده بالمناسبة بنجبها بالكلفن دعيك فاكر طيب طب معنى كده انه هو cool down يعني temperature قلت يبقى معنى كده الرقم ال wave length ده ايه هي زيد يبقى بدلا ما هيك قلت بالك ده x axis a b c d الارقام كده عملت زيد يبقى بدلا ما كانت هتبقى عند b هتبقى عند مين هتبقى عند c او d يبقى انا محتاج اختار الرقم لانما يبقى عند c لانما يبقى عند d صح كده يبقى عند مينة يبقى عند c وده عند c وده عند c يبقى ثلاثة ممكن يمشوا معاى فا تعال انكم طيب الحاجة التانية اللي افكر فيها او اخبادي منها ايه ال intensity ان كل ما ال temperature يعني بتقل كل ما ال intensity كمان ايه هتقل فاكرين كده حتى ايه لالرسمة بتاع planks constant او planks distribution اسف كانت هنا عندك ايه فاكر دي كانت ال earth فكانت حتى لما بتترحل نحية اليمين لان درجة الحرارة هنا temperature قليلة فكانت ال wave length الماكسمام بتزيد يعني هنا ديت كده ال wave length الماكسمام دي كبيرة فكانت كمان ال intensity ايه بتقل يبقى انا عايز اقارم ما بين التلاتة دول هنا هو كان واقف عند ال intensity ليه c يبقى انا عايز حاجة اقل من c دي اكبر من c ما تنفعش دي هي هي السي لكن دي اقل من السي يبقى دي الرسمة الايه الصح خد بالك دايما في ال purple sheet الاختيارات لانه ساعات مثلا لو مسمي دي figure 1 figure 2 figure 3 figure 4 الاختيارات a b c دي لازم تبقى عارف هي بتشاور على ايه figure في الاجابات بتاعتك يبقى الاجابة الصحة بتاعتي الرسمة الثالثة figure 3 اللي هي الاختيار هنا c طيب سوال بردو على شپتر 5 بيولي احاول انسى الانه طيب احاولا ميكروسكوب لانه الالكترون الالكترون في مديني هنا الالكترون لكي نرى الفيروس الالكترون 300 انج سترون الالكترون الالكترون طبعا لكي نحويلها لكي نحويلها بمتر ركس بالرقم يجب أن الالكترون 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 تكون اقل كثير من الديمينشن بتاع الفيروس او الابجيكت اللي انت عايز تشوفه هناك كامعة الفيروس ده علشان اقدر اشوف الحاجة علشان اقدر اشوف الحاجة علشان اشوف الفيروس لازم الوافلنس اللي استخدمها تكون اقل طيب تعال نشوف الوافلنس هتبقى ايه ما هو الوافلنس بتساوي اتش على المومنتم او الاتش على الماس في الفلسطين اللي يتبقى 6.625 x 10-34 على الماس بدوني ب9.1 بتاع الالكترون x 10-31 x الفلسطين كان مداني بكام ب18 x 10-6 تعال نحسب كده الوافلنس تطلع معنا كام تطلع اربعة في 10-11 ميتر حسنا نحولها الانجسترون لكي نقارن لان هنا كل الحاجات بالانجسترون يبقى اضرب في 10-10 لكن العكس بتطلع ايه مواكده الوافلنس اللي انت بتستخدمه اقل بكتير فعلا من 100 دايمينش صح؟ يعني دا 300 لكن دا كان 0.4 يبقى هنا هقدر اشوف يبقى هنا ايه we can see it تقدر ايه تشوف يا باش الكلام دا يبقى الاختيار التاني هو المظبوط لان دا اللي في ايه see it هذا غلق اوكي تشوف السؤال الى بعض طبعا طبعا سؤال طبعا ايه من شابتر 2 وعليه الدراجتين يعني اول هنا هتلاقي الاسئلة ب2 مارس بيقولك the graph represents the relation between the magnetic force acting on a straight wire of lens L placed in uniform magnetic field of flux density B and the change of angle seat okay force مع التغير ب seat which is the angle between the wire and the field ويقولك F2 على F1 بتساوي الراشية so the value of the angle X بتساوي كام يبقى هو مديني F2 تعال نكتب كده على F1 اللي بتساوي 2 root 3 على 3 طبعا الفورس بتاعت الواير كابت بتساوي ايه اه lip sine seat وهي الانجل دا كان بتبقى الواير ومين والبي صح كده طبعا يبقى معنا كده ان الفورس direct مع مين مع sine seat فلو قلتلي F2 على F1 لو قلت كده F2 على F1 هتبقى equal sine سيتا التانية على sine سيتا الاولاني صح كده طبعا نعود F2 على F1 قال لي 2 root 3 على 3 equal تعال ناخد هنا عندك A D F2 كانت الانجل بتاعتها بكام 90 يبقى sine 90 2 F1 الانجل بتاعتها sine x يبقى عشان تجيب sine x أو اللي هي theta 1 يعني اللي هي هو مسميها x هنا بكام 60 ديجري بيبقى الاختيار متاعي C الاختيار المزبوط طيب بولي the following figure represent an ohmmeter circuit containing a galvanometer that the resistance of its coil RG تمام when it's connected to external resistance Rx موصلوا هنا Rx that equal 15RG هذه واحدة قال لي أن Rx تساوي 15RG فكرك أيضا لما كنا نقول Rx تساوي NRDevice كنت بتجيب منها أن I تساوي IG على N plus 1 هنا كنت تزود 1 وهنا كنا نقول إعكس X نقص A 1 طيب يقول Rx ما نقول Rx هنا تساوي 4RDevice ما نقول من شكل بالرقم وتشيل منه 1 طيب ما السؤال يقول لك therefore the value of the resistance taken from the resistance بكام أريد أن يعرف Rv بكام و هنا نقص Rc 2RG و هنا RG طيب فكر في السؤال واحدة واحدة هو السؤال لا يوجد أي شيء صعب هو الراجل قال لك أن Rx تساوي 15RG طيب أنت هنا تساوي 4 أضعاف Rd طيب Rx عبارة عن ماذا؟ عبارة عن 15RG هو من دوني given تساوي 4RDevice يبقى لو أريد أجلب RDevice خد بالك R أو resistance طيب كل الحاجات RG والRC والRV كلهم مع بعض من غير Rx طيب طيب RDevice تساوي 15R على 4RG حلو طيب ما هو RDevice أنا ممكن أفك ما هي عبارة عن R constant plus RG plus RV الVariable الريزيستور الريوستات equal 15R يعني 3.75 يعني RG تعرف تجيب لي من هنا RV ولا لا خد بالك كامل على الرسمة قال لي Rc دي بكام دي قال لي 2RG plus هنا دي RG plus RV بتساوي 3.75RG ودي ده هناك بالمينس وده هناك بالمينس هنا دي 2 واحد يعني دول 3RG هيروح هناك بالمينس هتبع RV بتساوي 3.75RG minus 3RG طلعت معي كام 3.75RG يبقى تطلع 0.75RG ويبقى دي الإجابة بتاعت حضرتك ماشي سؤال محترم وعليه دراكتين طيب سؤال ده يعتبر يعني من المستويات العالية في التفكير جدا في الامتحان سؤال على قد يعني ما هو ايه يعني فيه تركاية حلوة فعلا سؤال محترم جدا يبين الطالب الفاهم والمركز عن الطالب المش مركز او يعني ايه واخد المواضيع كده طبعا انا طبعا ببقى حضرتك يعني او عازر حضرتك ان انت في الامتحان تبقى محتوى تحت ضغط ممكن طلبه كثير طعب في سؤال زي ده لانه فعلا ايه يعني فيه تركاية حلوة فاركز معي بيقول لي ايه بقى في السؤال بيقول لي امتاليك ستريت واير واي اكس اوف لنس او بوينتو ميتر يبقى مديني اللنس فعنا نكتب كده هناو اللنس يمديني كام او بوينتو ميتر بتاع الواير وهو رزيستنس الالكتريك رزيستنس كذا يبقى دي الار بتاع الواير وفي مقولة اخرى بانه وبنبعض كده ممكن تقول ان دي الان كان نعمل زي الانترنال رزيستنس تاخد بالك مع الواير ده لما يتحرك وسط المجناتك فيلد هيولد ان دي الانترنال رزيستنس او لي هو نفسه رزيستنس لا تنساهش اللي هي كام واحد اوم تسميها ار واير ما فيش مشكلة بس انا ايه اخليك تاخد بالك ان هنا ده كمان لي رزيستنس لا تنساهش قال لي ان الفلاصتي بثلاثة متر بر ساكت اهو بربينديكولر تو ديركشن اف ماجنيتك فيلد يعني السيتا بتاعت تسعين يعني هتطير من اخر من ايه من القانون بس ما علينا تعالى نكمل الدانستي او بوينت فايف او يعني هنا البي او بوينت فايف تسلا او نزا تونيك تونيك برسيستنس مالهومش تونيك تونيكتد ويس تونيكتدو مالهومش ستة و تلاتة ايه اوم يعني هنا تعالى نسمي مثلا دي رون و دي سامية مثلا أرثو و ماء ام مديني أروان هنا عندي بثلاتة اوم و Up و ستة اوم ثم توني الرزيستر حايف يعرف الفولتج هنا حايف كما تبقى الرزيستر بكام دى السؤال دى السؤال نحسب الاندوز امف الذي سيطلع من الوايري وهو يتحرك لان اخذ بالك الواير هذا يعتبر هو البتري هو السورس او فولتج كيف حسب الاندوز امف بتاع الواير يتحرك فيه ماجنت تقول لي الاندوز امف بساوي بال ساين سيته هنا تبقى بوان لان دي ساين تسعين يبقى الاندوز امف يبقى ايقل 0.5 اللينس اللي هو مدوني 0.2 قال لي ماشي بفلاصي كام تلاتة طبعا دي ساين تسعين بواحد خلاص مالاش لازمة يبقى تطلع معي بكم هنا الامف 0.3 volt يبقى الولتج اللي هنا طبعا هنا هتبقى اتجاه الكراند فين دي out of the page mpc يدك اليمين يبقى بالموشن ناحية اليمين out of the page هتلاقي ديت كده ايه معوجة هيبقى يعني الكراند خارج ايه لفوق يبقى ده كده ايه هيبقى ده كده ايه هيبقى اتجاه الايه الكراند يبقى ده كده ايه وما تنساش ان هنا عندك رزيستنس للواير ده ويبقى ده كده ايه دي كأنها الباتري او دي اتجاه الكراند يبقى ده كده 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 الانترن الريزيستنس تعميمه بتاع الواير تنساش التركاية الصغيرة لان هي دي تركاية الموضوع كله طيب عايز اجيب الكراند اللي ماشي هنا ده بكام اجيب الكراند ازاي تقول لي عادي ما هو الانديوزي ماف بتساوي ايه ال i في ال r total دي انت لسه جابها بكام و point 3 ال i دي اللي انا عايز اجيبها ال r total بكام اعد كده كده معي ايه ال r total اللي عنده حضرتك عندك هنا فيه ريزيستر و ريزيستر دي تلاتة و دي ست دول ايه باريليل لبعض وبالك و افتكر ان ال r total دي كان بتساوي ال r equivalent plus r a internal طيب هنا ال r equivalent انت معك ستة و تلاتة هم دول باريليل ازاي و شمان اسم هم هم الاتنين هم وصلين على نفس النقطة وصلين على نفس النقطة يبقى تقول لي تلاتة باريليل لستة اللي هي تلاتة في ستة على تلاتة بلس سيكس تديك كام يبقى اوه يبقى دولت ايه؟ ايه؟ 2 اوه يبقى ايه ويبقى الـ i من هنا تطلع معك 0.1 Ampere ثاني كده انت هنا هو الرسمة بالضبط كانت عاملة كده عشان تبقى فاهم بس طبعا دي الـ VB أو الـ Induced يعني اللي انت جبتها من شوية لاب كان 0.3 ويبقى الـ VB قال لك ان الـ Supplier عنده R Wire اللي هي تعتبر كأنها R A internal بكام قال ان هي بـ 1 Ohm يبقى الـ VB كأنها عندها internal resistance بكام بـ 1 Ohm لا تنسى هنا دي 6 Ohm وده 3 Ohm طبعا دي وده كده بـ 1 Ohm طبعا دي 7 Ohm من الـ VB والإيقاظة بـ 2 Ohm وعندك internal resistance 1 يبقى عشان تجيب الـ Current هنا سيكون بقيم الـ total الـ TT يكون كما في البطارية تلك الـ Induced هو الـ Virtual battery في 0.3 التوطا الـ Total Resistance سواء الإكويفلنت أو إنترنل كلهم في كما في تلاته يكون الـ current بـ كما في 0.1 يكون انت توجد الـ current المحيه هنا بـ كما في 0.1 على الرغاء الثلاثة اوم الفولتوج تعليم لأمسكين المع lone الرائعة بعد مكانت معه المركز يعانية أول 250 championship التعليم بسوطًا المرتكب بسوط Art بسوط الوقت وتعليصكari للإيقاف sieui VB لان تكون النوتر الإنترارى مع الوت весь الإنترارى التعامل مع الوتر السلسل الم assumptions تطور بين التعامل مع الوتر اكثر لانك تطور من انراء purchase less than a Anything in ouriek بمثل السلسللjis نتعaisي السبتر المarrassed ومع الوتر المعتقدر هناك dove Agile ومن هنا الفولتج اللي على الثلاثة قوم اللي هو بقى اللي هيبقى الاكسترنال ده بكام ده عبارة عن 0.2 فولت ودي الإجابة المزبوطة يبقى فهمنا التركاية التركاية هنا ان الار بتاع الواير اللي مدهلك دي اتعامل معها كانها ايه دي الانترنال رزيستنس بتاع الباتاري او الانديوزي ماف اللي تولدت نتيجة ان الواير ده ايه اتحرق طبعا بنقصد هنا بالباتاري انها دي كانها virtual battery اللي هي الباتارية الوهمية اللي احنا بنحطها هنا نتيجة الايه ان ده انديوزي ماف يعني يبقى الباتارية او الانديوزي ماف اللي توجد عندي كام كان الباتاري بتاعتك ب 0.3 فولتج لكن نتيجة ان فيه هالك لوس جوه الباتاري فولتج لوس نتيجة الانترنال رزيستنس 0.1 فبقى البولتج اللي خارج بره اللي بيأثر على الرزيستر اللي بره كان 0.2 وهي زي ما قلنا دي ايه دي تركات المسألة ده سؤال حلو جدا محترم اوي اوي طيب شوف سؤال اللي بعته طيب بيقول لي هنا الفيجر اللي قدامك دي illustrate a part of a closed electric circuit زين زي رزيستنس ار ايقوال كام عايز يعرف الرزيستنس ار دي ايقوال كام طيب طبعا يعني سهلة جدا دي اللي نركز كده معي عند نقطة ايه فيه current داخل هنا 3.5 خرج منه كده اثنين امبير وخرج منه كده واحد امبير صح كده طيب يبقى اللي خارج هنا ده كام يبقى الكرنت اللي هنا ده كام طيب اللي هنا واحد وثلاثة يبقوا ايه واحد واثنين امبير وهذه واحد امبير يبقوا ثلاثة امبير واللي داخل كان ثلاثة ونص يبقى اللي هنا ده كام يبقى يبقى الكرنت اللي هنا 0.5 امبير طيب ماهو نقطة C وايه ده الكومن فيه برانش هنا على الشمال اسمه R و 2 اوم وبرانش على يمين هنا ثلاثة ايه اوم صح كده اللي اثنين عليهم نفس الفولتج صح اهو يعني ادي نقطة C وهذه نقطة A هنا فيه برانش عندك فيه تو ريزيستر R و 2 اوم وهنا فيه برانش تاني اللي هو الثلاثة اوم ده ماشي فيه 1 امبير وده ماشي فيه 0.5 امبير مش الفولتج هنا هو هو هنا مش الفي هنا هو هو الفي هنا على البرانش ده هو ده طب هنا الكرنت بكام 0.5 فيه 2 بلس 0.5 في الار ايقوال البرانش اللي هنا ثلاثة في واحد واحد فيه 3 يبقى هنا 0.5 لو انت عايز تجيب الار تبقى 0.5R ايقوال هنا ثلاثة ودي ده هناك بالمينس 0.5 times 2 اهو لو انت عايز تقسم بقى الشيل ده هنا كده تبقى 0.5 يبقى الار بتاعت حضارك تطلع كام 4 اوم 0.5 في الار ايقوال هنا من الفي هنا من الفي هناك خلال junto 0.5 يبقى هنا ده ثلاثة تزيد للدعف ايقوال المجموع ستة ايقوال احسابه كده او كده هذا سؤال بسيط لا يوجد أي حاجة نرى سؤال اللي بعثه The figure illustrates a cell with internal resistance R When it's connected to two different circuits يعني البتر دي هي هي دي The ammeter reading 1.2 ampere يعني هنا كان 1.2 ampere In the first and 1 ampere في الثاني تعالي نرى هو عايز إيه The value of the internal resistance equal cam طبعا دي إيه سهلة جدا لأن البيباتري في الحالة الأولى هي البيباتري في الحالة الثانية طيب الفولتج هنا هي عبارة عن إيه عيبقى الI التوتال هنا يعني في الR equivalent plus internal resistance وهنا الI التوتال الR equivalent اللي هي external يعني plus R internal صح كده؟ طيب تعالي نعود هنا دي 1.2 الR external ما عنديش غير 9 ohm plus small r equal هنا دي 1 الR external ب11 plus internal A اللي انت عايز تجيبها طبعا ممكن تعملها على الكالكوليترا على طول وممكن نعملها واحدة واحدة ما فيش مشكلة ادرب ده مرة هنا ومرة هنا هتبقى 10.8 plus 1.2 r equal هنا 11 plus r ودي دي هنا بالminus هتبقى 1.2 r minus r equal هدي 11 ودي ده هناك بالminus minus 10 minus 0.8 يبقى هنا دي كده 0.2 r equal 0.2 يبقى الR بكام بوان يبقى الانترانal resistance تعتب كام بوان اوم سهل بعد طيب بيقول لي هنا 2 parallel straight wire a and p carrying electric current intensity 2 ampere and i respectively in opposite direction خبالك قال لي ان هم in opposite direction عندي 2 wire هنا كده مثلا لفوق وده لتحت current بتاعه ويبقى هنا ده كده plus هنا minus وهنا minus طبيعي كمان مدم هم opposite direction يبقى الtype of force اللي تبقى بينهم repulsion عشان يعني رايح دماغي يعني هتبقى repulsion لإما الإجابة دي لإما إجابة دي يبقى هي مش تبقى attraction if the normal spreading distance between the two wire 5 cm المسافة دي كام 5 cm اللي هي 5 time standing power negative 2 على طول بقى الميتر حولتها and the common length between them is 10 cm I يعني L هنا اللي between the two wire كام 10 cm the two wire are affected by a mutual magnetic force مديني F then the value of I should be كام خبالك وكم مديني واحدة ب two i واحدة ب i two ampere وواحدة ب i طيب ده يعني تعويض مباشر F بتساوي mu i1 i2 في L على two by d المسافة اللي بيرتوين two wire وطبعا هتبقى repulsion لانهما opposite in direction current يعني هنا 2.4 times 10 power negative 6 زي ما مديني هو ساوي mu 4 by times 10 power negative 7 times i الاول كان مديني ب two times current الثاني ب i اللي هو ال i2 اللي انا بدور عليها times 10 times 10 power negative 2 اللي هي mean length ال common حولتها بس من centimeter لم meter هنا 2 times pi times five times 10 power negative 2 حولنا ايها لعشان المسافة دي كان بال centimeter حولنا الم meter cross multiplication وحسب i2 تطلع معاك بتلاتة امبير يبقى الاجابة المزبوطة بتاعتي اول واحدة تلاتة امبير طيب بيقول لي according to the given figure the capacitance of the capacitor C which is cause maximum lighting of the electric pulp equal cam farad عايز يعرف cd cam farad مدين XL 20 V 100 50 على باي طيب لو انت عايز maximum lighting ركز كده معاك لو انت بتدور ان ده يكون maximum lighting للا للم يبقى انا بدور على maximum current عايز اكبر current يعدي ايه فيها امتا لما كنت بتقول ان circuit مالها add resonance اه لما circuit كان at resonance امتا امتا كان ايه لما كانت XL equal XC طب XL الراجل مدالك كان 20 وال XC 1 over 2 by FC طبعا سؤال حلو جدا لازم تبقى ايه فاهم ومجمع الحتة دي ان الامتا circuit اللي بيبقى ماشي فيها maximum current لما تبقى add resonance ولما add resonance معناها ان XL XC equal طيب هنا تبقى 20 تساوي 1 على 2 by times frequency 50 over by times lc cross multiplication c تطلع 5 10 power negative 4 a فراد يعني ما فيه اي حاجة غير التركية الاولى ان انت تبقى فاهم ان i maximum اللي تمشي في الدايرة لما تكون الدايرة add resonance ساعتها بتقول ان XL and XCA are equal X-ray X-ray photon of wavelengths lost 2% from HCA energy طبعا لما يفقد 2% من energy بتاعته يبقى 98% صح يبقى 98% 2% from its energy when it collided with a static electron اه يعني ادي الفوتون بتاع حضرتك لما خبط في electron حصل هنا ان الفوتون بتاع wave lens X-ray of photon X-ray photon of wave lens كذا فقد 2% من energy بتاعته يبقى scattered photon هو اللي فقد 98% او لما جاء هنا 98% فقد 2% فبقى 98% صح كذا so the wave lens of the scattered photon هو عايز يعرف wave lens هنا كام من الاخر يعني become cam طيب يبقى قادر اقول ان E after collision او هنا E هنا كده بتساوي E before collision بتاع الفوتون هل ده صح لا هو قال ان هي خسرت 2% اه يبقى هي بتساوي 98% 98% يعني over hundred ده اللي بتساوي يبقى الانرجي بتاع الفوتون after collision هي ساوي 98% قبل ما يحصل له collision ده هنا ده عبارة عن H c على lambda after before هذا اللي نحن ندور عليها هتبقى equal 98% over hundred اللي هي ممكن تكتبها كده مش لازم كده ممكن تكتبها 0.98% على طول هتبقى 0.98% هنا تبقى times hc على lambda before هو كم الدهني هي ده lambda before هي طبعا ايه شي hc مع hc يبقى هنا 1 over lambda after collision بتساوي هنا 0.98% over lambda before collision تعال نعوض لو انت عايز تجيب الafter دي اعمل cross multiplication هتبقى lambda after تساوي lambda before على 0.98% يبقى equal 4 times power negative 9 over 0.98% يبقى 4.08% power negative 9 a meter طبعا هو لما فقد energy و energy و wave length عكس بعض فلما يفقد energy يزود wave length تزيد شيء logic لكذا الرقم A زاد والاختيار الاولاني هو اللي صح خلي بالك لان في اختيار A و اختيار D قريبين من بعض او عينك اي نظرك يخونك ولا حاجة وتتلغبط يقول the longest wave length of visible spectrum emitted from hydrogen atom equal الكام طيب دعني افكرك الحتة دي علشان ايه لتكون ناسي ولا حاجة طبعا مبدأ لو هو يسأل على longest wave length لو انت عايز اكبر wave length اللي بتسوي ايه دي بتسوي minimum difference في energies صح كده ما هو energy و wave length عكس بعض طيب خلينا افكرك كبان ان visible light ده كان انهي series فيهم ده كان في palmer اه 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 انت كنت بتقول عندك lemon والpalmer والباشان والبراكت و font انت ده اللي كان بيرجع ل n1 ده اللي بيرجع ل n2 اللي بيرجع ل n3 اللي بيرجع ل n4 اللي بيرجع ل n5 صح كده هنا ده كان ultraviolet هنا ده كان visible light و ركز كده اوه يبقى ايه 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 انفرا red وهنا الانفرا red والفار infrared يبقى انت لو انت عندك كده ايه السيريز بتاعتنا n1 n2 n3 n4 and so on 1 2 3 4 فانت بتتكلم عن كل اللي راجع ل n2 فين اقل energy تقولي اقل energy اللي راجع من 3 ل 2 لكن اكبر energy مثلا اللي راجع من infinity ل 2 بما انت عايز اكبر wavelength يبقى انت بتدور على اقل difference في energy يبقى اللي بين 3 و 2 يبقى E3 minus E2 يبقى يساوي H في new أو hc على lambda خد بالك علشان تجيب الحاجة بال meter لازم تكون energy زياد بال electron volt sorry بال joule مش electron volt كنت بتدور 1.6 times 10 pour negative 19 عشان تجيب الحاجة بال جول يبقى هنا ستبقى negative 13.6 على n square 3 square minus وهنا negative 13.6 على 2 square خد بالك دول هتدرب في 1.6 times 10 pour negative 19 وأكيد اللي بيغلغ في سؤال زي ده انه نسي رقم زي كده لازم تحول الجول equal H 6.6 5 times 10 pour negative 34 دي 5 في c 3 2 power 8 كل ده over lambda اللي انت حضرتك عايزها طبعا cross multiplication أو calculator تطلع معاك اللمضة على طول 6.5 7 6 times 10 power negative 7 meter بس خد بالك الاجابات كلها بالangustron يبقى عشان تحول ما تضرب في 10 power 10 لما كنت بتحول من angustron لم meter كنت بتضرب في 10 power negative 10 العكس بالpossive بتضرب في 10 positive 10 تطلع معاك اللمضة ب6 5 7 6 ويبقى الاجابة المزبوطة بتاعتك طبعا دي بالإي بالangustron الإجابة المزبوطة تاعة حضرتك طيب بيولي the graph represents the change in the magnetic flux phi m واخد بالك انه بالملي ويبر يعني الارقام مضروبة 10 power negative 3 intercept a dynamic coil of 200 turns يبقى مديني هنا number of turns 200 so the average induced emf in the dynamo coil during 1 over 4 cycle الربع cycle فاكرين كده تعال فكرك برضو ايه عشان برضو نبقى بالراجعة كنا بنقول the average كنت بتجيبها ازاي هي هي the maximum بس لو انت كنت عايز the average للربع لفة او النص لفة كنا بنضرب 2 over buy فاكرين الكلام ده طيب وكنت بتقول le average في حالة 3 4 لفة كانت برضو بتبقى 2 over buy e maximum بس هنا كنا ايه في 3 زيادة هنا فاكرين الكلام ده طيب ازاي ده كان بيوصل لده ازاي ده كان بيوصلني للقانون بتاع في الربع لفة لو انت كنت بتقول le average بتساوي لو تفتكر كده mba 4 f ما هو e maximum ديت اللي هي ايه mba a omega صح طيب تعال افكرك انت كنت بتقول لي هنا هذه the average القانون 2 over buy انا افكرك بس انا اعرف ان السؤال سهل بس ايه بالمرة نعمل revision كده ازاي كنا بنجيب لده ونوصل له ما تنساش طبعا ان phi m maximum اللي هي اعلى قيمة هنا لphi m اللي هي بتساوي m a b طيب هنا كنت بتقول le average بتساوي ادي 2 over buy le maximum اللي هي m b a omega le average بتساوي ادي 2 over buy هوريك احنا بنوصل لده ادي n b a 2 b a f طبعا تشيل b مع b وال2 في ال2 بقيت 4 اذا انا وصلت للقانون اللي انت بتقول هنحل بها شوان سأ هو le average نسأوي n b a 4 f مش ده قانون اللي فوق طيب l b a d l y m y 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 تبقى n في phi m maximum في 4 f y y y equal n ب 2 phi m 3 point 5 بس خد بالك في factor هنا لان دي ب milli وبر يبقى تضرب 10 power negative 3 times 4 times frequency اذا اجيب frequency من ركز كده معي مش هنا ربع لف يبقى time تبقى ربع لف تعال نعمل هنا على جنب 1 over 4 time تساوي 5 but بس خد بالك بال millisecond time 10 power negative 3 اعمل cross multiplication لكي تجيب T هتبقى 4 5 20 time 10 power negative 3 seconds عايز اجيب frequency تساوي 1 over T 1 over 20 time 10 power negative 3 لكي تدي كام 50 hertz عوض هنا اكتب 50 hertz تقدر تحسب E average سؤال سهل كلها حاجات تعويضات سهلة جدا ما فيهاش اي حوار يبقى الاجابة الصحة بتاعتك 140 volt اللي هي الاختيار C طيب سؤال برضو هنا على chapter 4 سؤال برضو دراجتين ركز كده بيقول لي in the AC circuit in the figure the total potential difference for the circuit عايز يعرف total potential difference وميديك source frequency بكام بيقول لك يا تارا total voltage lag ولا lead ولا lag and the current has the same phase تعال نبص كده على الرسمة هنا بديك frequency ب50 hertz بديك XL 700 على 11 تحس رقم رخم كده اللي هو يبقى بكام بالdecimal يعني يبقى 63.36 ohm ده مين XL 63 0.63 ohm ده XL ومديني R بخمسة و R هنا واحدة تانية بخمسة و الcapacitance بكام بخمسين طيب تعال الاول انا عايز اعرف total potential difference for the circuit هيبقى علاقت بال current طيب تعال نجيب الا XC انا مش عندي XC هنا مديني من capacitors انا لازم عندي XC XL و الارات عشان اعرف اجيب I صح كده طيب طيب ال XC بكام قانونها 1 over 2 by FC يبقى XC equal 1 over 2 times by 22 over 7 times F 50 من عن الرسمة times LC خد بالك 50 دي مايكرو فراد هدرب 10 power negative 6 احسب كده الكلام ده شوف XC تطلع معك كام دي لو عملتها كالكوليتر تطلع معك برضو ايه 700 11 مشواخ بلك برضو دي 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 63 point 63 إذا الرقم ده هو الرقم ده دي واحدة كده وشوانس يعني معنى كده ان XL equal XC yes طب لما XL equal XC بقى ال circuit نقول علاء ايه اه دي Resonance ريزونانس ايه circuit معنى كده ان Z equal mean R only لان XL XC equal ده معنى ان V وال I مالهم هيكون R N phase يعني الاثنين هيبقوا في نفس A phase مع بعض يبقى الاختيار D هو اللي صح لان الاثنين هيبقوا في نفس A phase طيب بيولي 3 coils of neglectable ohmic resistance are connected as in the figure with a source of AC current so the value of the unknown self inductance coefficient L عايز يعرف L اللي فوق على يمين دي بكام which allow electric current 3 ampere يعني فيه 3 ampere هو اللي يبقى ماشي في circuit وميديك هنا V بتاع source 12 والfrequency 50 على pi 0.4 0.04 0.06 Henry طيب واحدة واحدة كده ايه على نفكر في السؤال انا عايز اجيب مين عايز اجيب L اللي فوق عليه مين يبقى مبدئيا انت محتاج تجيب مين احتاج لو جبت L total بقى عندك 2 branches بقى لبعد عندك فيهم 3 coil فيهم واحدة قنون تعرف تجيبها صح كده طب ازاي اجيب XL total تقول عادي ما فيش هنا opposition غيرها يعني عشان تجيب XL total دي هتبقى equal ايه voltage total على I voltage بكام 12 والرجل قال لك ان I عايز بكام بثلاثة يبقى XL بكام ب4 اوم يبقى XL total دي بتساوي كام 2 by FL total من هنا هتجيب الاندكتنس طيب دي بكام دي باربعة وهنا دي 2 by الfrequency بكام قال لك 50 على الby طب حلو جدا الby طارت مع الby هنا في ال total تعرف تجيب من هنا ال total ال total كام 0.0 4 henry يبقى ال total مع 0.0 4 henry يبقى ال L بتاع كل 3 كويل دولت بكام 0.04 henry تقدر تجيب لي منها ال L الوحد دي طبعا اعتبار كده ايه زائف مسألة resistance عندك 3 resistors وميديك R total وعايز واحدة فيهم يعني موضوع بسيط هنا عندك branch parallel branch يبقى L total ستبقى branch الذي فيه 0.04 plus L لذا تقول product على sum product يعني times branch الثاني 0.06 على sum بتاعه تطلع معاك يبقى 0.04 plus L يعني يعتبر branch وbranch عندك R وR فبتقول product في sum على sum طيب ده يساوي كم هو L تجيبته بقوي ده يبقى بساوي 0.04 ممكن تعمل على calculator على طول shift solve لو تعرف كده أسهل تطلع معاك L 0.08 Henry خلت بالك أن الأرقام كلها بالملي يبقى هتضرب 10 power 3 بالpost علشان تجيب الملي انت كنت بتنقل من ملي له هنري كنت بتنقل 10 power negative 3 لكن العكس من هنري الملي 10 power 3 post هتدي كام 80 ملي هنري طيب افريد انت ما عملت بالcalculator ومش عايف تعمل shift عادي جدا دلوقتي عندك هنا دولة 2 parallel ايه لو انت كان عندك R1 وR2 هكنت بتقول 1 على R total بتساوي 1 على R1 plus 1 على R2 صح كده هيا هيا فكر ونفس الconcept هتبقى 1 over L total تساوي 1 على L بتاع البرانش الاولاني plus 1 على L بتاع البرانش التاني تعال نعود هنا 1 على 0.04 equal 1 على 0.06 plus 1 على L بتاعت البرانش A2 0.04 البرانش على البرانش عشان تجلب L بتاعت البرانش الثاني 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.04 0.04 plus L التي تريد البرانش يبقى L 0.12 minus 0.04 0.04 تطلع معك 0.08 يبقى L التي تدور عليها 0.08 طبعا 0.08 0.05 0.05 0.06 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 يجب أن تكون مزيداً بالقانون كماناً فالشيئات هذه يجب أن تكون أي وخب بالك منها أكتب القانون كويس أعوض مظبوط أكتب الناتج بـ A الـ unit صح نرى السؤال يقولي Electric Magnet has a coil of resistance 2 Ohm and self inductance السؤال الـ coil is connected to a switch off and a battery is in a closed electric circuit on switching the circuit off the electric current through the circuit vanish through delta T 0.1 second so that an EMF 150V between the terminal of the coil أول سؤال يقولك the intensity of the electric current that pass in the circuit before the circuit is open قبل ما نفتح the circuit the intensity of the electric current that pass in the circuit بما أنه مديني E induced أنا ممكن على طول أستخدم القانون بتاع أي فردي التي هي E induced التي هي negative L delta I بتاع self inductance عاد delta T فهنا EMF induced ستبقى equal add negative 2 I ستبقى عبارة عن I في الحالة الثانية I في الحالة الأولى أو I final I initial صحيح هو عايز الانيشيال بكام فهو I final بزيرو هو قلن current A vanish في الحالة الثانية الحالة الأولى وهو I دي اللي انت عايزه over delta T اللي كان مديني بكام ب 0.1 طبعا هي negative مع negative والE induced 150 هنا ستبقى 2I على 0.1 يبقى I 150 في 0.1 على الاثنين تطلع معك بكام 7.A 5 أمبير كده جبت من I وما تنساش لازم تاخد بالك من اي من حاجة زي اليونت تعالي نشوف ايه السؤال التاني يقولك the potential difference between the terminal of the coil before the circuit is open ستبقى ستبقى potential difference ستبقى potential difference between the terminal of the coil I يعني هو عايز V بتاعت الكويل ستبقى بتساوي I في R بتاعت الكويل صح كده طب V I قصد دي انت لسه جايبها ب 7.5 V هو مدين ال R بتاعت الكويل بكام ب 2 يبقى معنا كده الإجابة بتاعتها تبقى 15A V يبقى دي كده إيه إجابة السؤال ده طيب السؤال التاني والأخير في الإجزام كان برضو هنا ده على chapter 5 بدرقتين سؤال مقالي بيقولك هنا أمونو كروماتيك خد بالك أن الأسئلة المقالية أو موضوع يوطرك في الأول في الآخر هي مسألة لذلك لا يوجد اختيارات يعني لا يوجد أي شيء طيب يقولك أمونو كروماتيك لايت بيم أوف ويف لنز 4500 آنجسترون طيب نكتب هنا يقولي أن عندك مونو كروماتيك لايت بيم أوف ويف لنز 4500 آنجسترون طبعا لو حبيت تحولها لميتر هتدرب الرقم ده في ايه ثاني الباور ناجتف ثان علشان يبقى بالميتر يعني تبقى 4500 في ثاني الباور ناجتف ثان علشان يبقى بالميتر يقولك فالتالي بيقولك فالتالي بميتر يقولك فالتالي بميتر تعرف أن كل فوتون ينزل على الميتر يطلع إليكترون يعني كل فوتون كل فوتون من هنا سيطلع هنا إليكترون نزلت 2 فوتونز لو نزلت 2 فوتونز هيتطلع لي إيه 2 إلكترونز وهكذا طيب إذا إذا مديني الباور إذا مديني الباور قال لي 10 واط كالكولييت the maximum rate of the photons عايز يعرف maximum rate of the photons maximum rate of the photons يعني عدد الإلكترونات اللي هتطلع من السيرفز طبعا عدد الإلكترونات اللي هتطلع من السيرفز هي نفس عدد الإلكترونات اللي هتنزل على السيرفز اللي كنت تسميه إيه الفاي L صح كده اللي هي rate of photon يعني عندك كم photon في seconds فمعدل photons في seconds هو هو هيبقى معدل الالكترونات في seconds طيب كنا بنقول ان الpower بتساوي الenergy photon في phi AL هتقدر تجيب منها مين قلنا electrons per a second لان ده العدد photons per a per seconds صح كده طيب يبقى من هنا اقدر اقول بما ان هو مديني الويبلنس يبقى فك بقى الكلام ده يبقى الpower بتساوي h في new في phi AL الpower بتساوي hc على lambda في phi AL الpower بكام بتان الh ب6.625 times 10 power negative 34 times c 3 في 10 power تمانية كل الكلام ده مدروب في الفايل ومقسوم على اللامدا اللي هي 4500 times 10 power negative 10 حولتها من angstrom لم يمتر عايز اجيب الفايل عدد الrate of photons في الساكند هيبقى equal cross multiplication 10 times 4500 times 10 power negative 10 تعويض الخطوات مهمة على 6.625 times 10 power negative 34 times 3 10 power 8 يبقى الفايل 3 معايا 2.26 times 10 power 19 الونت تعدي ايه photon ركز في الكلام per seconds يبقى انت جبت عدد الphotons اللي هتنزل في الثانية يبقى اجي اقول له كده therefore الماكس نفس السؤال لكم بيقول الماكس من rate of photo electrons emission from the surface of the metal from service of metal اقول له كده هيبقى equal من ال photons incident او incidence rate اللي يمين دي اصلا الفاي l فهيبقى equal كام بقى يبقى maximum photon اللي هتطلع هيبقى equal كام 2.26 times 10 power 19 electrons ممكن تكتبع حتى electrons per seconds كده تاخد ال full mark يبقى عدد الphotons اللي هينزل على المتل قد عدد الالكترون اللي هتطلع منين من المتل تمام طيب يا رب يكون كده الحل مفيد لحضرتك شدوا حلكو في المذاكرة كده احنا حلينا الامتحان بتاع الدور الثاني 2023 شكرا للمتابعة كان معاكو باشوان صرقوف من iFysics engineer مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة